كان هدف الأساسي أن أنا أعمل حاجة اللي هي إيه؟ أن أنا أكون مصدر علمي يلجأ ليه معظم الناس اللي شغالين في مجال التدوين أن هم يستفادوا من القناة دي وبالصدفة جمع وضوع الربح يعني شوف بقى الاتنين جههم مع بعضهم أول حاجة بدأت فيها أن أنا أخلي كل المشاهدين أو الناس اللي بتتابع وبتعمل مواقع إلكترونية عندها مصدر صادق ياخدوا منه معلومات وده كان هدف وبرضه هدف المعلم ممكن يكون كده في المقام الأول بيعمل قناة تعليمية بيعلم فيها طلاب عنده مجموعة من الطلاب على شكل ديء أو صغير في المحيط بتاعه بيعلمهم ولكن مش عاوز أنه هو الحاجة دي تبقى على قدهم بس فبيعمل قناة وسعت منه كبرت الهدف كبر اللي هو إيه؟ طب إيه المشكلة بما يكون مرجع لتعليم اللغة الإنجليزية بالوطن العربي زي مين؟ لما أحمد أبو زيد لما عمل الموضوع ده بالصدفة كده ومن غير من غير يعني أنه هو مخطط وكلام مين؟ ده عمل قناة بدأ يشرح فيها طواعد اللغة الإنجليزية بالطريقة اللي هو تعلمها القناة كبرت تبقى فيها سبعة مليون دلوقتي وأكتر آه بدأ يقدم فيها محتوى أكتر وبدأت تبقى مصدره الأساسي هو مهندس ساب الهندسة وبدأ يشتغل في إنتاج المحتوى أو صناعة المحتوى وبقى منشئ محتوى بعيدا عن الهندسة خالص لا نفسه في الحتة دي فإذا أنا ممكن أكون حاطة هدف كمدرس أنا كمدرس حاطة هدف لنفسي إن حسن دخلي باخد خمس تلاف جنيه من المدرسة أنا موظف طب ما أنا برضو محتاج تحسين دخلي القناة دي القناة دي مهاراتي وشغلي ودنيتي كلها هحطها فيها مقابل إن هيكون فيه استفادة من المشاهد ومقابل كمان مادة يأخذه منها طب هي القناة مربحة القنوات تقنوات مربحة ولا لا عاوزين نتكلم بكل صراحة لو سألت واحد مش هيدي لك الإجابة صريحة 100% لأنه فعليا كل قناة كل قناة مش زي التانية في الربح لو احنا لو أنا عملت سكرين دلوقتي احنا هنخش في الجزء الجزء العملي من الشرح وهوريكم دلوقتي الأرباح ووريكم كل حاجة بس أنا عاوز أتكلم بشكل نظر الأول ونقول هدف المعلم من إنشاء قناة لنفسه هدف المعلم ممكن يكون مادي هدف مادي بحت يعمل حاجة أنا عاوز أشتغل أنا عندي علم آه بس أنا مش أخش في تفاصيل إنه علمي وانتفع بي مش أخش في تفاصيل إن أنا هقدم المادة العلمية البحثة للطلبة أنا بعمل الحاجات دي تلقائي من غير محسبة لكنه أنا عاوزها مصدر دخل ليا أو مصدر لتحسين الدخل تنفع تنفع جدا أقل ربحة ممكن تاخده من القناة مثلاً خمسة دولار في اليوم ممكن توصل لو قناتك متوسطة وتحت الخمسين ألف مشاهد ممكن تاخد لك في اليوم ألف جنيه فأنت كمدرس مش هتاخد في اليوم ألف جنيه في العادي ومش هتاخد في اليوم ألفين جنيه في العادي فأنا متلاقي إنها بقت مصدر كويس من الربح خلاص أنا بالنسبة لي هديها جهد واهتمام وهديها كمان الاتطاقة اللي عندي كلها اللي بديها وكأنني بدي درسي خصوصي بالزبط ولكنه هي رسالة وكمان رسالة بتوصل للعالم كله ومش لشخص ولا تنين ولا تلاتة لقد في العالم بشكل أجمع فكده المدرس ممكن يكون هدفه مادي ويعمل قناة عشان يحسن دخله ومش عيب انت بتقدم قيمة وقيمة مضافة للناس والناس بتستفاد ومقابل كده بتاخد فلوس من قناتك ده مفيش مشكلة لو كان هدفك مادي الهدف التاني ممكن يكون هدف للشهرة حقك أنا بجيب زبون عادي المشكلة برضو احنا يا جماعة ما نتكسفش من حاجة زي كده أنا راجل مشهور معلم للغة الانجليزية زي المدرس اللي كلنا شايفينه اللي هو بيلبس جلابية اللي هو شطر اوف كواعد اللغة الانجليزية لو اكيد حضراتكم اه لو حد لو حد ما حضراتكم شافه يكتب لنا في الدرداشة المباشرة كده قريبا من بلد الصعيد او من بلد من بلد الصعيد وهو اه مشهور اول فترة ان شاءت دي بالفيديوهات بداخل اه تخيل ان ان هو الراجل ده بقى اه بقى عنده منصة اللي هي منصة يوتيوب بيقدم فيها محتوى منصة فيسبوك عنده تيك توك حاجات كتيرة جدا وده هو اه من محافظة اينا فعلا الناس معنا متابعة في ناس بتشوف فعلا ومتطلع اه فهو الفكرة عاملة ازاي انا ممكن هدف الشهرة عشان يجيب زبون عادي القناة في الوقت ده بقى قناة يوتيوب او اي قناة على اي منصة بتكون عبارة عن ايه استعراض للعضلات استعرض عضلاتي في قناة بحيث ان انا اوضح قدراتي وعلمي وافيد بالناس وفي الاخر هاستفاد بطريقة غير مباشرة يبقى انا كده ممكن المدرس يكون هدف الشهرة ممكن يكون هدفه التحسين للمستوى المادي او ان يكون عنده استقلال مادي كمان بعيدا عن مدرسة ممكن ما يشتغلش في مدرسين ممكن ما تشتغلش دروس خصية ممكن المدرسين ما تشتغلش خالص في اي مكان غير انها عندها منصة يوتيوب او قناة يوتيوب بتقدم فيها محتوى وبتربح من خلالها طيب الربح قد ايه؟ الربح في المتوسط للالف مشاهدة في المتوسط من اتنين دولار لاربع دولار للالف مشاهدة افترضنا ان انت في اليوم عملت تمن تلاف مشاهدة هو ما فيش حزبة سابتة بس ممكن تعملك عشرين دولار في اليوم يعني عملتلك الف جنيه في اليوم الواحد مقدرش اقول انه الف جنيه للمدرس او بشكل عام لأي مهنة ما انا برضو يعتبر اه يعني في دراست العادي اخصي اكتماع واشتغلت في المجال ده حبا فيه ان انا غاوي او هاوي مجال صناعة المحتوى الكتاب والمرئي وقدرة المواقع الالكترونية وتهيئة المواقع لمحركات البحث ومن خلال ده عملت قناة باعرض فيها مهاراتي بستعرض فيها قوية بستعرض فيها مهاراتي وهو مع ذلك القناة برضو ربحها شغال وبربح من حاجة تانية اللي هي ايه بقى بربح من المتابع اللي عندي اللي هو محتاج خدمة انا خلاص قدمت كل ما عندي من مظهرة وكوبة وكل حاجة في القناة العلم اللي عندك ده انتفعت بيل نفسك لا قدمته برضو كعلم طيب تقدر تفيد بيل ناس تعمل مواقع الالكترونية تقدر تعمل لهم خدمات تقدر تهيئ اه المواقع لمحركات البحث اقدر اعمل كل ده ولكن وقتك ومجهودك مش ببلاش. طيب اه الناس كتير بتسأل بقى ازاي ابدأ يعني الكلام اه ويعني البداية اه البداية ازاي ازاي ان انا اه ابدأ اه افعل الموضوع ده اه باش مهندس اه هستاذ الفايق بس تفتح المايكروفون بتاعك تاني على اللي زوم. ماشي اعمل كده. تمام تمام. تمام يا باش مهندس. والتواب بقى الفعلية اللي احنا ممكن من خلالها نقدر ان احنا نعمل القناة. ايه المطلوب مننا بالزبط? اه مفروض نعمل ايه في البداية? اه طب انا واحد عمري ما صورت فيديو خالص. اه هل الموضوع صعب في البداية? طب اللي محتاجه بالزبط كخطوات كده او كستاب بايستاب يعني. هقول لحضرتك انا انا او قبل اي شيء لازم اكون مأهل نفسي للحاجة دي ازاي? احنا النهاردة مع بعض في المحاضرة وهنتعلم عملي ازاي نعمل القناة. اه. ولكن ما ينفعش احكم على نفسي انه انا اتعلمت المجال ده او عرفته غير لما اخد خبرة جدا فيه منين? من المنصة نفسها. انا على موبايلي برنامج يوتيوب عادي. بخش ابحث وابحث عن كيفية عمل قناة. العوامل الاساسية. الادوات المستخدمة. وانا برضو اتكلم معاكم في الحاجات دي في الحلقة في المحاضرة دي ان شاء الله. ولكن هو مقدرش احكم على نفسي غير لما الموضوع كله. واعد فترة. مش اقل من اسبوع. ابحث. ودور على منصة يوتيوب. على المنصات التانية اللي باستخدامها اللي انا بفضلها. اعرف اجيب. ويكون عندي مهارة البحث. طيب انا اعمل ايه كمدرس? اعاوز ابدأ. بكل بساطة الموبايل اللي في ايدك ممكن تبدأ منه انك تصور علاقات خاصة بك انت. والادوات والامكانيات بتاعتك على قدها عادي جدا ما فيش مشكلة. اهم شيء القيمة اللي هتقدمها في الفيديو. يعني احنا ممكن ما نستخدمش حاجات كتيرة جدا وادوات ونعمل استوديو وحاجات زي كده وتبقى غالية قوي. وفي حين ان احنا لسه ما خدناش ربح من القناة. لا احنا ممكن نبدأ بعالي شيء. وبعدها لما ربنا يكرم من ربحة منها نشتري ادوات ونشتغل. يعني الموبايل بتاعك ينفع يصور. المايكروفون العادي بتاع الموبايل ممكن يصور ويلقط صوت. ممكن كمان تشتري مايقات وهاجب لك برضو بعض المايقات اللي هي سهلة وجميلة جدا وهنحطها في روابط بازن الله برضو واحنا بنشرح عملي. لان انا مش عاوز اخش في الكلام ده لما نخش عملي. اي مايكروفون يشتغل على الموبايل عادي جدا ما فيش مشكلة يسجل لك برضو عادي. خلي بالك كل ده وحتى في برنامج بيسجل اسمه على الكمبيوتر هيسجل لك شاشة الكمبيوتر مش محتاج انك تصور نفسك. انت ممكن في المحتوى التعليمي كمدرس. في المحتوى التعليمي كمدرس ممكن ما تحتاجش خالص انك تصور نفسك. بالزبط لان في ناس بس مع الناس كتير بيقول انا مش عايز ابان بوشي انا متميز في المادة العلمية بس مش عايز اطلع او مش عايز ابان وش وانا بشرح. جميل جميل وده هيغنيك هيخليك تدي اكتر في المحتوى. يعني انا بعمل ايه في قناتي مثلا? انا بصور اه شاشة الكمبيوتر الديسكتوب. ومن خلالها عملت خمسة وتلاتين الف مشترك. ولكن ايه اللي عوض عندي حتة المونتاج? ايه اللي عوض عندي حتة ان انا ما بظهرش كتير? بظهر احيانا. ايه اللي عوض عندي الحتة دي? ان انا قدمت قيمة وقدمت حاجة زائر حبيبها وانتفع بيها وموجود معي علشانها. اللي هي المادة العلمية اللي انا باعلم هالو. انا قناة علمية برضو في الاساس. ففي النهاية خالص انت كمدرس محتاج يكون عندك جهاز كمبيوتر او لابتوب. محتاج يكون عندك الموبايل بتاعك برضو الاتنين شغالين. محتاج يكون عندك شوية برامج على الكمبيوتر زي برنامج الاو بيس. كل الروابط دي جماعة عن حنحطها عندك حنحطها في الدرداشة المباشرة دلوقتي واقول لكم عليه. محتاج يكون عندك برنامج او بيس. محتاج يكون عندك الموهبة. وجينا بقى عند الحتة اللي ممكن تزعل شوية. يعني ازاي? اه. في بعض المدرسين ممكن ما يكونش عندهم الملكة او الموهبة ان هما يقدموا اه اه المحتوى كتصوير او مثلا ايه او كتسجيل. اه. يقول لك لا صعب علي. بص عاوز اقول لك انت لا ممكن تسجل على التليفون. وقت يكون رايق خالص فيه صوت لوحده. فقط. اه. وتروح تعمل عرض تخديمي على اه باوربوينت او ايا كان انت بتستخدمه. وتركب الصوت على الصورة خلصة انت عملت فيديو. اه. خلاص اعملت فيديو. ممكن بتصور شاشة الكمبيوتر او شاشة اللابتوب بشكل مباشر بالاو بي اس. وما بتزهرش ولا اي شيء. مجرد صوتك جه مع الصورة عملت فيديو. طب ده مقبول في في ادسنز. مقبول في الربح. مقبول جدا وكلنا شغالين به. طيب ايه بقى شروط القناة. يعني ايه شروط تحقيق الربح. مم. كل بساطة يكون عندك الف مشترك. الف مشترك. اه. اول حاجة هتعملها ان يكون عندك الف مشترك في القناة. بتجيبهم منين الالف مشترك. ممكن يكون من طلاب. المتابعين والطلاب بتوعك العاديين. ممكن كمان يكونوا من ناس غريبة انت ما تعرفهمش خالص من خلال انت نزلت محتوى. وهم وجوهم شافوه في منصة يوتيوب. مم. يبقى انا عملت الالف مشترك ده الشرط الاولان. الشرط التاني ان تحقق الفيديوهات اللي انت عملتها دول. حتى لو كانوا عشر فيديوهات بس. مم. الفيديوهات دي تحقق نسبة مشاهدة. مم. بكم ايه بقى. مم. باربعة الاف ساعة مشاهدة. مم. اللي هو الناس قاعدة تتفرجت على فيديوهاتك. الكمية دي من الوقت. الكمية دي انت ما تسمعها مني دلوقتي حس انها كبيرة. لا مش كبيرة ولا حاجة. مم. الكمية دي او الشرط ده. ممكن فيديو واحد ساعة تعليمي. اتفرج عليه اربعة تلاف واحد. مم. جبت الشرط وحققته. طب الشروط دي مطلوبة منك تحقق في وقتها قد ايه? سنة. اتناشر شهر. مكايح اوه وقت كبير جدا. مم. اتناشر شهر. انت كمدرس عمال. اه يا ابني تعال اشترك في قناتي. اه انت وزمالك اشترك في قناتي. اه 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 المهم تلس شهور وفعلت قناتك. مم. قيت عندك الالف مشترك وبقى عندك كمان من خلال فيديوهاتك اللي انت نزلتها بقى. مم. بقى عندك كمان الاربعة تلاف ساعة. بمجرد. اه بمجرد ما عملت الشروط هتقدم للربح. هتتقبل في حالة. ازا كان الفيديوهات عبارة عن ايه بقى? مم. شيء متحرك ما بقول لك شيء. مش بقول بقى انت بتقدم حاجة مفهومة ومعروفة للناس لأ. ازا كانت الفيديوهات عبارة عن ايه? شيء متحرك وفي صوت. مم. يبقى شروط الربح من القناة عبارة عن ان احقق الف مشترك. وحقق اربعة تلاف ساعة في خلال الاتناشر شهر. تماما. يبقى. يبقى. ناس تحقيق الف مشترك. وتحقيق. اربعة تلاف. اربعة تلاف ساعة مشاهدة. مشاهدة. في خلال الدقيقة بشهر? اتناشر شهر. في خلال اه سنة. يعني لازل نقول في خلال سنة. انا بقى انا كمدرس في المحتوى التعليمي. هل في رواج للمحتوى ده واقدر لما اعمل قناة تتشاف واقدر احقق الشروط دي بسرعة? مم. عاوز اقول لك حاجة ممكن تضدمها. انت ممكن تحقق الشرط في يوم واحد. فيديو واحد من فيديوهاتك لو لو طلع مقترحات من غير ما تقصد. يعني انت انشأت فيديو. اشتغلت خلاص. وعملت نزلت على قناتك. ممكن تاني يوم الصبح ببسط لقى الفيديو ده مقترح وعمل لك ميت الف مشاهدة. كده انت حققت الربح في يوم واحد او حققت شروط الربح في يوم واحد. مم. من خلال ايه? ما هو برضو الفيديو اللي هيقترح دوت ما بيكونش فيديو عادي يعني ازاي? مم. انا بكل صدقه وكل امانة قدمت مادة علمية. والمادة العلمية الصحيحة مية في المية. المتابع شاف الفيديو من اول الاخر. واكبرته من شوفه من اول الاخر. يبقى انت كده حققت شروط الربح في يوم واحد. اه. بالنسبة. عشان بشماندس فيه كلام كده كتير بيتقال يعني اكبرته ان نشوفه من اول الاخر. هنا بقى فيش واحد اسرار لازم نطلعها من بشماندس مصطفى الصبروه بقى. يعني اكبرته خلي بالكم الكلام برضو فيه ايه? اللي هو يعني بتاع الخبرة. فعايزين نعرف بقى. يعني ايه ازاي? انا اخلي الفيديو بتاعي فيديو يشد. الشخص بحيس ان هو يتفرج عليه من اول والاخر او ايه? او خلينا بنتزأل بسؤال بطريقة تانية بشماندس. ايه اللي بيخلي تزهق من الفيديوهات وتطلع? يعني انا مسلا جربت عامل فيديوهات كتير. كويس? بلاقي الفيديو مسلا على مية مشاهدة. كويس? اه. انه فيديو نص ساعة وانا بازلت فيه مجهود وشرحت كويس وعملت. فعلا. ولكن الفيديو مش اه مش جاي لمشاهدات او. هنقول 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 على العوامل بقى دلوقتي. العوامل بقى فعلا اللي تخلي الفيديو يتشاف. اول شيء انا لو اشتغلت تكرار للاخرين. اه مفيش حافظ لي كمشاهد ان انا اتفرج على حضرتك. يعني انا بالنسبة لي بقدم بطريقته باسلوبي بكل حال. بس لازم ان وانا بعمل الفيديو في خطة معينة لازم تتعامل. عبارة عن ايه? اول يعني عشرين ثانية من الفيديو. اول عشرين ثانية من الفيديو هو تلخص للفيديو كله. وايه اللي يتقدم جواه بحيس انه الزائر غصبا عنه لازم يسمع الملخص ده. عارف لو لو الزائر او المشاهد سمع الملخص في التلاتين ثانية. اه. مضطر غصبا عنه يكمل لانه عارف انه هيستفاد من الفيديو. فانا اول تلاتين ثانية لازم نشده. ولازم نقدي النتائج اللي حصلت. يعني ايه? انا وصلت حد او وصلت متابع عندي او وصلت آآ آآ طالب عندي ان هو يكون في الانجليزي. اه. الولد انبهرت بيه. انبهاري بيه صورته. اروح جاي في اول لقطة من الفيديو تصوير الفيديو للولد اللي يتكلم بالانجليزي بتلاقة بحطه في اول تلاتين او اول عشرين ثانية. مجبر غصبا عنه يتفرج على الولد ويشوفه بيقول ايه? لان دي مش حاجة تقليدية. انا مش بادئ شرح بقى مملي. اه. يعني انا مش بادئ شرح مملي. لأ. ده انا عاوزه. يبقى معي فترك بنعمل الفيديو. لنسة يوتيوب لو حست ان الفيديو ده بيتشاف. بيتشاف لو حتى ربعه. ولو نصه. ولو كله تلات حاجات دول. هم. اقل من ربع الفيديو وبيتشاف اللي هو عشرين في المية احتفاظ مع وجمهور من بعد عشرين في المية احتفاظ مع وجمهور الفيديو بتاعك هيتشاف وهيقترع. وهيكبر. الفيديو بتاعك ما بتشافش ليه? لانه انت ما بتشرح بتشرح بالرتم العادي. الناس في العادي ما بتحبش الرتم الهادي. لأ. عركات. منتاج. شغل بيتعمل سواء موشن جرافيك او ممكن كمان. انا بهايق عقله ان يفضل معاه لنهاية الفيديو علشان حاجة. ام. ده افضل اقول له خلي بالك انا هقول لك كزا في نهاية الفيديو. خلي بالك اللي هيقعد معايا لنهاية الفيديو. هيعرف كزا. انا في حاجة. اه. حاجة مهمة هتعرفها. اه. معلومة. تمام. بالضبط انا في حاجة يا جماعة في الفيديو هقولها. انا بقولها هقول الناس. في حاجة مهمة جدا لازم انت اخد لاخد بالك مية عاية وانا بقولها. هقولها في الفيديو. بس ما قلتهاش في الاول ولا في الاخر ولا انا بقولتها هقولها في الفيديو وخلاص. فمضطر اني يقعد يسمعك ومستني. الحاجة اللي تقولها. حاجة المهم اللي انت هتقول. اه وحاجة تانية بقى. ان انا طول الوقت ما حاولش ما حاولش ان انا ابقى تكرار لقنوات اخرى او اقلد ليه. هو جاي لك من هناك. اه. هو جاي لك من قناة تانية. بما انه جاي من قناة تانية. اه. لو شاف عندك المعلومة هي هي. هيطلع من الفيديو. اول ما بيخش في اول عشرين سنة وقبل العشرين سنة خرج. اعمل عدم احتفاظ بالجمهور للفيديو. الفيديو اصبح غير محبب للمنصة. فانت اللي بتشوفه بس. والمشاهدينك او المشتركينك بالعافية اللي بيشوفه. اكبر حاجة. المسألة الجمهور بتاعنا كده اه المدرسين ايه اقل مدة للاحتفاظ بالفيديو عشان يبقى فيديو اه ثابت ويبدأ يقترح على اه منصة يوتيوب يا جماعة. هل هما ربع الفيديو اقل مدة? هي عشرين في المية من مدة الفيديو? ولا اقل ولا اكتر? هو بالزر. اه 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 يخلي المشاهد ما يسيبش الفيديو يخرج بسرعة لا ده هو مضطر ان هو فعلا الناس كلها بتكتب عشرين في المية هو حقيقي اه بعد العشرين في المية مش مش عشرين في المية بالضبط نسبة احتفاظ في اه واحد وعشرين في المية اتنين وعشرين في المية خمسة وعشرين في المية انا عندي فيديوهات نسبة الاحتفاظ فيها تمانين في المية. ما شاء الله. ولذلك دخلت في الخمسة وسبعين الف مشاهدة. مم. ومدة الفيديو طويلة. مم. ما شاء الله كل الناس حاببنا هنا اشترين في المية. انا اخدين برهم مع الشرق بتاعك بسبب. طيب انا بقى خلي المحتوى بتاعي مميز ازاي. هو بقى جينا بقى للحتة المهمة. انا انشأت قناة. مم. وقناة بحط فيها المحتوى. المحتوى بتاعي عشان اكون مهيق نفسي مش هيجيب مشاهدات في الاول. مم. ما فيش كلام. ما فيش كلام فيها. ليه? عمر ما المنصة نفسها في خوارزمياتها هتدي لك فرصة غير لما تكون متفاعل. يعني ايه متفاعل? انشأت قناة. وبنزل فيديو كل اربعين يوم. من الاولى انه يكون فيه نسبة وصول الجمهور من آآ اللي ما ياخدش نسبة وصول الجمهور. انت مش هتاخد نسبة وصول الجمهور اكبر ليه? لان نسبة قناتك قليل. مم. مستوى وصولك هيبقى قليل. آآ طول الوقت. آآ القنوات اللي هي متفاعلة وفيها مشاهدات اكتر هي اللي هتستفاد بالربح الاكتر هيترشح لها ان هي ظهر فائق علينات غالية. مم. هيترشح لها كمان ناس كتير تشوفها لكن انت طول ما انت ما بتنشرش كتير كسافة ناشرك قليلة هتلاقي فيديوهاتك بتموت بسرعة. بتموت ليه? اه احتمالية انها اه احتمالية انها تبطرح. لا. يعني انت عشان تبعد. مم. فيديو كل اسبوع. ده الحد ده الحد الاقل. اقل اقل شيء فيديو كل اسبوع اقل شيء. ليه? علشان القناة بتقعش منك لانه في منافسين بيعملوا فيديوهات كتير زيك. آآ فيديو كل اسبوع كحد ادنى. ايوة. طيب قناة دلوقتي في. ما يسب الناس ثابت القناة بتاعتي وابتدى معدل التراجع والارتداد يبقى عالي. عايزين برضو نتكلم على الموضوع ده اللي هو لو الناس يتمت بالمحتوى الاول وبعد كده يعني شافت فيديو مرة وبعدين انا آآ انشغلت بقى بالشغل وطنشت القناة اسبوع وارجعت بقى الاسبوع التاني كسلت. آآ في حاجة اسمها معدل الارتداد او آآ اسمها يعني خروج من من دائرة الاهتمام او الفوكس بتاعتي ويروح للمنافس بتاعي. صح كده? آآ آآ هقول لك الحاجة مستر انا طول الوقت بحارب ان انا اكون الافضل وان احتفظ بالجمهور معايا طول الوقت. آآ يعني طول الوقت بعمل ايه? آآ انا لو مش متفاعل ايه لازمت ان يكون معايا متابع وقاعد مستنيني. ما هو مش هيستناني. يعني ازاي? آآ كل اسبوعين تلاتة بتنزل فيديو. وفي قناة بتقدم محتوى بشكل دائم ومتكرر هو اكتف عندها. هو المتابع بتاعك. آآ اكتف عندها. انت بتنزله فيديو كل فين وفين. آآ احتمالية ان يشوف الاشعار بتاعك ويخشوا المنصة نفسها قللتهم. مم. وده بقى وده سر من الاسرار بقى اللي احنا. نفسها قللت وصول قناة للناس. الله ينور عليك وصول قناة وصول قناتك قل مع قلة التفاعل ومع قلة رانك القناة فانت خلاص ما بقيتش توصل حتى لو عامل فيديو جيد. في الاول انا سبب المشكلة. يعني انا كده. قناة انا اللي عملت المشكلة دي بيدي. اه نشر المحتوى بالانتظام. مم. في مواعيد محددة لانه الزائر اتعود كأنك برنامج في التلفزيون. شفت الناس بتروح تتفرج على مسلسلات رمضان وعارفة المعاد بالزبط. مم. الفكرة اللي بخليها التلفزيون ناجح انه في مواعيد. مم. انت بقى لو ماشي عشوائي ما فيش مشكلة بس بتنزل بالسمرار. دي نقطة. طيب انت بتديهم فيديو كل يوم الساعة تسعة مساء. هتلاقيهم كلهم استنيين وروح يشوفوا الفيديو. ما بتنزلش بقى لكل اسبوع. اه. عن ناس تانية يتفرج عليها فكده انت آآ آآ هتحقق شروطك في فترة اكبر. مم. قلنا شروط الربح من اليوتيوب هتحققها في فترة اكبر. مم. هتمل وتزهق من داخليا. انا بعمل الفيديوهات ما بتتشافش. صحيح. انا بعمل الفيديوهات ما بتتشافش لان انا ما عنديش تفاعل ما عنديش آآ آآ اصعب مرحلة. اصعب اصعب وقت يا جماعة خلي بالكم. اصعب وقت يحسوا صانع المحتوى او منشؤ المحتوى الفيديو او المرء بشكل عام هو القبل الالف مشترك. لانه. آآ لانه ما بيكونش في مشاهدات. ما بيكونش في تفاعل. ما بيكونش في حركة في القناة. مم. وحتى قبل العشر تلاف مشترك بتحس ان انت آآ ايه ده ده ما عنديش ناس كتير تشوفني. انا مليت. الموضوع ده مش جايب همه. مش هكمل. وتلاقي كل شوية تمل وتزهى. كل شوية تمل وتزهى. تنزل فيديو شوية آآ ده عشرين واحد شافوني. كفاية. انت هتضحك على الكلام ده كله لما تعدي مرحلة الالفين والتلات تلاف والخمس تلاف. آآ آآ. فاحنا دلوقتي دلوقتي احنا بما اننا مدرسين عرفنا ايه اهمية القناة. ممكن تكون مصدر دخل اساسي وتلغي وظيفتي. لترجة ان تعمل تلاتين الف جنيه بالشهر من القناة ما تقدرش تعمله من وظيفتك. يه. ممكن تكون هيك وطبعا مصدر دخل اساسي مش تعمل قنوة واحدة لا انت تعمل قنائة وكذا قناة تانية احتاطية لو انت اعتبرته ان لما تزرン دخلك اساسي. خلاص ده ممكن اعتبره مصدر دخل اساسي. ممكن اعتبره مصدر للشهرة. وان انا اجلب منه آآ طلبة واجلب منه كمان استشارات مدفوعة. واجلب منه شغل مدفوع لو انا كنت بقدم شغل مدفوع. ممكن يكون تحسين للدخل فقط. ممكن القناة القناة تكون تحسين للدخل. مم. طب يعمل حاجة هو قناة فعلا بيجي فلوس. اه. عاوز اقول لك ان الكلمة دي يعني آآ هي متداولة بس محدش هيوضحها لك زي ما هوضحها لك دلوقتي. بص معايا كده. انا هعمل مشاركة للشاشة. طبعا قبل ما نشرح. وقبل اي حاجة خالص انا آآ يعني كل حاجة قدامكم هتكون بشفافية. انا عملت مشاركة للشاشة اهي. وعاوز حضراتكم تبصوا معايا على حاجة من الحاجات. ده مثال على ربح قناة من القنوات آآ اللي عندنا الشباب شغالين عليها. دول كام? دول بقى دول كام? عرفوني كده برضو في الرسائل للدرداشة المباشرة. لو حضراتكم لو باين قدام منكم السكرين عندي. دول ستلاف تمنمية سبعة وتمانين دولار. لو حسبتهم دول في خلال ايه? في خلال تلات شهور. آآ في خلال قصدي السنة. خلال. آآ آآ تعال نشوف بقى ربحوهم عامل ازاي? تعال نشوف ربحوهم عامل ازاي? لما نجي نقلب كده في الصور. ربحوهم عامل ازاي? ده ربحوهم. نشاء الله. ده انت انت اكتب محتوى الناس شفاته. اتعرض عليه اعلانات. الربح بتاع المبلغ ده هو المبلغ اللي ظهر قدامك ده آآ في الفترة دي. طيب الفترة دي من الزمن اللي انت اشتغلت فيها على نفسك وتعبت وقدمت محتوى جيد. تستاهلهم او لا تستاهلهمش? تستاهلهم طبعا. لان انت كده آآ مش بس قدامت علمي وانتفع به. ولكن في نفس الوقت برضو من خقك انك تستفاد ماديا منها. طيب ده ربح ده ربح الحاجة دي. طيب ده ربح يوم. ده ربح يوم. اه ده ربح يوم مسلا من الاياه. تمام? اه ربح اليوم ده لو جيت حسبته هتلاقيه سبعمائة جنيه. اه يعني هنلاقيه اه الربح في اليوم ده سبعمائة جنيه. تمام? اه طيب انا بقى دلوقتي عرفت انه اه انه الشغل على القناة بشكل عام مربح. اقدر اه اعمل قناة واشتغل عليها وبس كده لا. زي ما قلت لحضرتك برضو اه وكل حبيبنا الموجودين معنا الفكرة مش ان انا هروح فاجأة كده اعمل قناة وخلاص لا لازم ان يكون عندي حصيلة او معرفة ولو بسيطة بالمجال ده. مش مجرد محاضرتنا اللي احنا فيها برضو هتعلمنا كل شيء. لا هو برضو انت هتلاقي نفسك غزبا عنك بتتعلم وتروح كل شوية شغوف انك تعرف الاعدادات بتتزبط ازاي? اقدر اعمل حاجات كتير اوه في قناة ازاي? كتير جدا هيدعمي. خلينا نبدأ بقى نشوف ازاي نقدر نعمل قناة بشكل عملي. واحنا بنعمل القناة بشكل عملي. هسيب لك رابط عندما نقف عند كل حاجة. يعني انا مثلا باستخدم ايه في التصوير? او رح سيب لك الرابط بتاعه في الدردشة المباشرة. اه اه واي فتا عنده جزئية مهمة قوي. ولابد لها موقع تستخدمه عشان تجيب كلمات مفتاحية لقناتك مثلا. هتدي لك رابط الموقع وهكزا. عشان برضو وقت العشان الوقت معنا ساعة. فاحنا هنبدأ بشكل عملي دلوقتي مع بعض. بس اه الفكرة انه دلوقتي بشرح منين? بشرح من على الكمبيوتر. طيب اللي مع موبايل ومش عاوز تشتغل على الموبايل. هتلاقي فيديو برضو معنا والفيديو دوت هسيبه لكم برضو في الدردشة المباشرة. يعلمك تعمل من الموبايل وتشتغل من الموبايل كل شيء بالتفصيل. تمام? قدر. اه. عدراتكم كده كل حاجة واضحة قدامنا بالنسبة للشاشة اه اللي هي نعمل مشاركة شاشة. تمام? نعكد كلا يا جماعة ازا كنت الصوت كويس ومشاركة الشاشة واضحة. دلوقتي معنا. عشان اه بشمانس مصطفى هيبدأ ان شاء الله يورينا ازاي ننشئ القناة خطوة بخطوة. تمام? اه بشكل عملي بعد. بشكل عملي احنا دلوقتي قدام مننا حساب جميل. تمام. مفاضي. مفيش في قنوات. الحساب اللي مفتوح قدامنا دلوقتي هو حساب الجميل اللي موجود عندك على الموبايل بتاعك او هو اللي انت انشأته مخصص للقناة. انت واحد خلاص عاوز تشتغل بشغل احترافي. فعملت جميل هو مخصص فقط للقناة وشغل القناة. الجميل ده بروح فتحه وافتح منصة يوتيوب الصفحة الرئيسية زي ما احنا فتحين كده. الصفحة الرئيسية بتاعته اليوتيوب العادية خالص ايه? باجي فوق هنا كده في الجزء ده. بالزبط. وبضغط هنا علشان هيزهر لي حاجة. هيزهر لي كلمة انشاء قناة. بمجرد ما ضغط على انشاء قناة ضغطة واحدة كده. هم. هيفتح لخانة جديدة. الخانة اللي ظهر قدامي دي. والنقطة دي انا عاوز اتكلم فيها مهمة قوي. علشان قناتك تنجح لازم ان اسم قناتك يكون مميز. ويكون فريد من نوع. يعني محدش غيرك خده. لما تبحث على يوتيوب ما تلاقيش حد غيرك خد الاسم ده. يعني مكون مكرر يعني يكون مش مكرر. ما يكونش مكرر ولا شبيه بحد. اه الشرط الاساسي اللي نجحك اي قناة ان القناة نفسها هي مشروع. براند. فانت اعمل لنفسك البراند وما تبقاش شبيه لحد في الاسم لازم ان يكون اسمه مميز. زي مسلا لما اجي نقول مسلا ايه? لما على سبيل المسال معلومة في شوال. الاسم ده. حد يعني انا عاوز اعرف حاجة مسلا. حد حد من حضراتك وتخيل مسلا ان حد هيسم قناته معلومة في شوال. لا طبعا. انا باتكلم بشكل عفوي ليه? لانه فعليا الموضوع لازم ان يكون كده. انا لازم قناتي ما تكونش شبيه الاسم قناة تانية. عشان لما ابحث في منصة يوتيوب الاقي قناتي وما لايش حاجة تانية غيرها. طيب. برضو في النقطة دي. يعني في ناس مسلا يقولك طب انا مسلا دوقتي مدرس اه انجليزي. اقول مسلا انجليش وز مستر احمد ولا اقول مستر احمد الهنداوي يعني اسميها باسمي ولا اسميها باسم التخصص اللي انا بعمله ولا ايه الافضل? دي مهم دي مهمة جدا مستر عاوز اتكلم فيها. اللي هي ايه? الحصرية في الاسم. عشان انا اختار اسم قناة واسم او اسم موقع بقعد ثلاثة ايام افكر. شفت بقعد ثلاثة ايام بحيث ان انا اعمل اسم. يبقى قصير مش طويل? اه اهم حاجة. يبقى قصير مش طويل. تلات كلمات اربع كلمات بالكتير اوي ويستحسن ما يكونش اكتر من كده. مهم. وفي نفس الوقت الاسم ده ما يكونش حد اخده. طب في عالم الانترنت دلوقتي الدنيا كلها خش كده على جوجل هتلاقي العالم كله واخد اسامي والاسامي من كرارة كتير اوي. فعشان اختار اسم حصري وفريد من نوعه بياخد مني وقت تفكير كبير جدا ليه? عم. اساسات صح هتبني عمدان هتشيل هيبدأ يشيل البيت كله. عملت من تحت غلط الاساس الباقي كله هيتهدم الراحة. طب. فانا ابني بدايتي صح واعمل اسم قناة احترافي فريد من نوعه حصري. ومن خلال الاسم الحصري ده الفريد من نوعه هتنجح قناتي لانه خلاص محدش زي مسمي الاسم ده. عملت برندل نفسي واشتغلت. انا هنا انا هنا هبدأ هنا في الجزء اللي انا الزار قدامي ده انا مسمي مدونة مقالة المعلوميات انا عارف ان محدش غيري خدها ولا حد غيري مسميها. ومطلوب مني ان انا اعمل شوية حاجات لما ابدأ اعمل قناة بكون مجهز صورة غلاف ومجهز صورة اه تخص القناة. الصورة مثلا انا اعمل تحميل من هنا كده. وهدور على مكان الصورة اللي انا عينها فيه. انا على سبيل المثال عامل الصورة دي. دي صورة رمزية للقناة اي. هضغط على تام. الصورة دي بتبقى ستمية ستمية في ستمية. صورة مربعة ستمية في ستمية. حط فيها اللوجو بتاعك. بعد بالشكل ده. اهي. جميل. كده. عملت الصورة. عملت اسم المدونة الحصري. جيت بقى هسمي هنا اسم المعرف. اسم المعرف هنا هو برضو بيدل على الحصرية. اسم المعرف ده اساسي انك تعمله. هو بالانجليزي لازم فقط. الاسم ده اه ده شيء اساسي عبارة عن رابط قناتك. اللي هو يوتيوب وبعدين ات وبعدين الكلمة الاخيرة اللي هي تدل على القناة بتاعتك. اه. تدخل عن طريق الرابط ده. بالضبط هو ده المعرف بتاعك. تبعمل في ايه واشتغل ازاي المعرف ده? بكل بساطة باخد الكلمة دي. وبترجمها للغة الانجليزية. امان. بروح على اه انا اشوف انا ممكن هترجم ازاي? سواء كنت هترجم بنفسي او هترجم اه بمترجم جوجل او بمترجم شجي بتي ايا كان. المهم في النهاية ان انا هاخد الاسم ده ولازم ان يكون اسم حصري وقلنا زي ما احنا قلنا كده يفريد من نوعه. انا على سبيل المثال هاخد الاسم ده لانه هو اللي بيساوي معنى العنوان بتاعي. وهو طبعا غلط ان انا اعمل كده طويل جدا. مهم. غلط وكمان فيه اه ممكن تلاقي فيه كلمات كابتل اه كلمات كابتل وده غلط ان يبقى فيه كلمات كابتل. فانا هحاول كل ده. هخلي اصير شوي. اه هخلي الاسم اه بالشكل ده كده ممكن اعمل بقى ايه ما بين وما بين بعضه شرطة كده. كمان. وممكن اقلل كمان يعني مثلا لو بقى كده. مهم. بس برضو كبير. يعني انا الوقت عشان بنشرح عشان بنشرح وبنتحرك بسرعة هو كبير جدا الاسم ده. هنعمل انشاء القناة. تفتكروا او الناس. اه اه لا هو هو كبير جدا لكن احنا بنعمل بسرعة عشان نعمل اه انشاء القناة. كده انشاءنا القناة القناة هتفتح معنا دلوقتي. وايه ولحظة كده وتكون جاهزة معنا وبعدين نشتغل في الجزء التاني. هنعمل بس رفش كمان. القناة بقت ظهرة بالشكل اللي قدامنا ده. طيب انا بقى دلوقتي القناة بقى اسمها مدونة مقالة للمعلوميات. على سبيل المثال. القناة فتحت معي. لكن مفيش محتوى. لسه المحتوى بيقولك ايه? انشئ محتوى. مهم. لما انشئ محتوى هيزهر هتظهر القناة بشكل افضل والفيديوهات هتبقى ما قدام منا كنا بشكل معين شبه الشكل اللي هوري دلوقتي لك الشكل ده. هتبقى كده. هتبقى هتبقى القناة بالشكل ده. طبعا احنا هنغير الغلاف دلوقتي. بس هوريك مثال على شكل القناة يبقى عامل ازاي لما يتنزل محتوى. وقناة جديدة. القناة اللي زهرة قدام مننا دي قناة جديدة اهي? لو دخلنا على المحتوى كده. هتلاقيه بالشكل ده في منشئ المحتوى. وانت عندك بقى في العادي. هتبص تلاقي قناتك زهرت لما تنزل على الاقل لعشر فيديوهات. او اقل كمان هيزهروا بالشكل ده. كده. دي قناة جديدة حضرتك اللي عاملها. دي قناة جديدة بنجرب فيها وقادي الغلاف بتاعها دي اسم القناة. وتحت الفيديوهات بتاعتك هتبقى شكلها هتبقى ظهرة بالشكل ده. وتعال بقى نكمل الاعدادات خاصة بالقناة هناك في اه الشغل اللي احنا بنكمله. هنيجي بقى نعمل حاجة اسمها تخصيص القناة. ايه? تخصيص القناة. ضغطة واحدة عليها. هيدخلك على ازاي انك تعدل بقى في اعدادات القناة بتاعتك. متابعة. وتبدأ بقى بالهوية. مم. شايف هنا مكتوب بناء هوية العلامة التجارية. مم. مطلوب منك ايه في الهوية دي? انك تحط اللوجو للقناة اهو. مم. بالفعل احنا عملناه. انك تحط هنا غلافي القناة. ما كانه اهو. هنعمل بقى تحميل هنا للغلاف. اهو. هندور على الغلاف بتاعنا ايا كان هو الغلاف. وليكن ده كده ونعمل تحميل. بيظهر لك رسالة بانه اه انت عم يحتاج للحجم ده. ولا لأ تعمله تم. الغلاف بتعمل ازاي? الغلاف برضو بكل بساطة. علشان يكون عندك مهارة البحث. لازم ان تبحث على يوتيوب بتلاقي الحاجات دي. احنا عملنا اللوجو. مم. وعملنا كمان الغلاف. هنيجي على تحميل الصورة اللي هي اه العلامة المائية. ممكن العلامة المائية تكون اي صورة عندك. كلمة اشترك. اه اشترك او سابسكرايب او جوين. اه ايا كان ممكن تبقى اللوجو بتاعك نفسه برضو مفيش مشكلة ايا كان ممكن تبقى هي الصورة بتاعت العلامة المائية اللي هي بتبقى فين? بتبقى ظهرة في الفيديو وهو شغال بالشكل ده. ايه. على جنب كده. بعد ما عملت الكلام ده كله هضغط على نشر. مم. ضغط على نشر كده القناة بدأ كده اه تم انشاء القناة. وكمان لما روح نعمل لها معاينة سوان بس بيتحمل هنعمل لها معاينة ونشوف شكلها اتلاقي القناة شكلها اتغير اللوجو بقى موجود وكمان نعمل هنا. يعني ابتدت قدي اعمل هوية يعني مين صاحب القناة اه اه اشوف القناة بقى اتعاملة ازاي معنا اهي. مم مم مم. بقى في غلاف موجود للقناة. كمان انا شايفي ان 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 المحتوى نفسه في الصورة. يعني في الكافر من وراه. الحاجات اللي حضرت. اهوة. اه اه من خلال التصميم ده انا ممكن اخلي التصميم ده مدفوع ازاي. اه في موقع خمسات او موقع كفيل او اي مواقع العمل الحر في ناس بتعمل التصميمات دي. بطلب منه بقول له حضرتك انا عندي قناة والقناة دي عاوز اسميها كزا عاوز الاسم ده يكون ظهر في الصورة التخيل بتاعي اللي انا تخيلته. ايه. ومحتاج انه يظهر فيها مواد علمية في الغلاف. ام. عاوز المادة دي يكون شكلها كزا. اللوجو يكون شكله كزا. بيقوم المصمم او مصمم الجرافيك او الرجل اللي شغال فيه وعمل الحر اللي هو بتاع اه الجرافيك دزاين. اه. بيعملك تصميم احترافي ومش هيكلفك اكتر من عشرين دولار. ام. وتروح عامل الغلاف احترافي. يبين احترافية القناة. وعامل اللوجو اللي ظهر قدامك ده. برضو يبين احترافية القناة. الحاجات دي انا عملتها من غير ما اشتريها. عملتها منين? ام. عملتها من برنامج الفوتوشوب. بيهد كده جمع. اه عندي الوقت الكافي. هل ينفع عندي كنفا? اه كنفا كمان اه كنفا ممكن ممكن بتعمله كمان من خلال الزكاء الاصطناعي عادي جدا. يعني عندك في اه اه ممكن يعملك لوجو احتراف اسمه موقع اسمه مايكروسوفت. ممكن يعملك لوجو احترافي. وبرضو ممكن تطلب منه هوية يعملها لك. اسم موقع اسمه مايكروسوفت. احنا دلوقتي انشأنا القناة ولكن لسه برضو في اعدات متعملتش. القناة موجودة واسمها موجود وكمان الرابط المخصص بتاعها موجود. وكل شيء قدام مننا جاهز. ولكن في اعدات مهمة جدا برضو ليك كمدرس. لازم ان تعملها علشان تحدد لروبوتات جوجل او اليوتيوب بشكل عام ان انا محتاج انك تخليني مقترح او تظهر قناتي لفقة معينة من الناس. الفقة ديمين. المتعلمين. والفقة ديمين كمان اللي هم بيبحثوا على كلمات مفتاحية معينة منها. اه مثلا اللغة الانجليزية. تعلم الانجليزي. اه الجرامر. حاجات كتيرة اول ممكن تختارها وتحتاج انك تخلي الروبوت ماشي في في الحاجة دي فقط مش يخليك تنافس مع التقنية ومع حاجات تانية. تب ازاي? بخش هنا على تخصيص القناة. ادارة القناة بقى. ادارة القناة. مرة تخصيص والمرة دي ادارة. من اللوحة لكاتت مفتوحة قدامنا دلوقتي دخلنا على ادارة. اه. الادارة دخلت دخلتني الاستوديو من شيء المحتوى اللي بفتح قدامنا. ده بقى استوديو القناة نفسها. لما اجي بقى بقى بص على تحقيق الربح اللي بيحصل هنا بص في خانة هنا معانا ايه? في الاستوديو. اسمها تحقيق الربح. لو ضغطت عليها. هل انا دلوقتي مؤاهل تحقيق الربح? لا. طب ليه? شايف? هنا الرسم البياني ده معدش. هنا بيقول لي انت لسه مش عندك مشتركين. عاوزين الف. بقى خانة اللي هي الشروط اللي احنا تكلمنا عليها في الاول ايه بشمانس. صح? بالزبط كده. اه. هنا بيقول لك احنا ايه? انت انت كان من الالف? مم. ما ظهرش حاجة لسه. هنا اربعة اه هنا اربعة تلاف ساعة مشاهدة. مم. لسه ما ظهراتش برضو. هنا بيقول لك عشرة مليون دي انت ممكن ما تلجأش لها لان هي دي مش شرطة اساسي انت تتحقق حاجة من دول. اه اللي هم اهم حاجة الاتنين اللي فوق. اللي هم. اه. دي. هم دول دول اهم حاجة عندنا الاتنين دول. اه. طيب انا دلوقتي عندما استوفي الشروط من المفترض ان انا قدم عادي جدا تقدم بس تعمل حاجة بقى تاني في الحساب اللي انت عملته جديد ده. تعمل ايه? حاجة اسمها التحقق بخطوط ايه? مم. نكتور على. تعمل الهاتف بتاعك مع القناة. بس دبط كده انك تخلي الهاتف بتاعك مرتبط بالقناة. ومرتبط بالجيميل اللي تفتح بيه القناة بحيس ان تحمي حسابك. مم. ومحدش غيرك يعرف يدخل على. يستخدمها او حتى لو مع الباسورد. مم. هيجي لك رسالة بان حد بيحاول يفتح. وانت الوحيد اللي ما امن قناتك. طيب من غيرها? من غيرها مش يرضي فعل لك الربح. مم. يعني دي لازم عشان افاعل للربح. لابد. اه اكون مفاعل التحقق بخطوطية. مم. تمام كده? يبقى انا كده ايه? نخش بقى على الاعدادات بقى بتاعة القناة والحاجات المفروضة عملها. هنا انت بتعملش فيها حاجة. بيقول لك انت عاوز الربح بتاعك لما تربح. يزهر لك العملة العملة بالجنيه ولا بالدولار. مم. فانا بالنسبة لي بقى بزهرها بالدولار مش تفرق كتير. بس ايبها. تمام. في كلمة القناة بعدها. القناة بعدها. هنا بتختار بلد الاقامة اللي انت اللي صاحب القناة مقيم فيها. مم. بتختارها. من هنا بتختار دولتك وازا كانت اي دولة على حسب الدول بشكل عام يعني. انا بالنسبة لي هنا ممكن اختار مصر. اهي. تمام. دي كده بلد الاقامة. هنا بقى الكلمات الرئيسية وده المهم ولانا فتحت الاعداد علشانه. واللي انت مش تعمل حاجة في الاعدادات اصلا تان غيره. اه. نخلي بقى جماعة. اه. الكلمات المفتاحية. الكلمات المفتاحية معظم الناس في الحتة دي كلمات المفتاحية. بتحط كلمات المفتاحية عشوائية. اه. وده بيخلي قناتك مش ليها اه 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 اتجاه او تحديد كاتجوري كده تشتغل فيه. طيب خلينا خلينا نسأل سؤال يعني ننزل كمان شوية تحت يا باش مهنزل. اولا يعني ايه كلمة مفتاحية اصلا. انا اتكلم بقى على الجزئية دي. مم. في في عالم الانترنت في بايع وفي مشتري. كويس. البايع انت بتنتج. الحاجة اللي بتنتجها بتنتجها بيدك. مسبوك. وهو المحتوى. حلو? المحتوى ده ليه مسميات. ليه مسميات. يعني انا لما بحب اخش على مجال الربحة من الانترنت. بكتب كلمة اسمها ايه? كيف اربح من الانترنت? او بكتب كلمة ايه? الربحة من الانترنت. بلاقي منتجات كتير. المنتجات دي مين اللي انتجها? صناعة المحتوى. وراحوا لعبوا على نيتك انت في البحث. ايوة. راحوا لعبوا على نيتك في البحث. انا دلوقتي لما كنت صنع محتوى بنتج بضاعة. البطاعة دي انا اللي بنتجها. وانا اللي بحدد سعرها. مزبوط. وكمان كمية انتجها انا اللي بحددها برضو. لانا على قد وقتي وجهدي بنتج. واشتريهاش. ما بشتريش. انا بنتج فيديوهات. بنتج مقالات. وبلعب على نية المشتري. اللي المشتري بيروح عشان يشتري بطريقة. يكتب ايه? كيفية عمل موقع الكتروني. بروح انا عمل له عندي موقع في قناتي فيديو. كيفية عمل موقع الكتروني. كلمة كيفية عمل موقع الكتروني في حد ذاتها كلمة مفتحية. انا عملتها. فصنع محتوى. والباحس. والباحس بحس عنها. كباحس. كباحس. يا بشمانس مصطفى. يفرض ان انا مسلا مدرس لغة عربية. اه وعايز ان انا اكتب كلمات مفتحية. ترى مشاهد اليوتيوب لو داخل عايز يتفرج على فيديو في المحتوى التعليمي. بيكتب ايه? فانا اضيفه هنا ككلمة رئيسية تكون قناتي مبنية عليها. مبنية على الكلمة دي. ازاي ان انا قدر اطمع حاجة زي كده. كلام جميل اوي انا بقى بلعب دلوقتي على عقلي انا ونية الباحس. مم. لما كون انا مدرس لغة عربية. مم. بكتب هنا ايه? تعلم اللغة العربية. هل انت متوقع ان ما فيش حد بيبحث بكلمة تعلم اللغة العربية? انا احكيت فيه ناس بتدور طبعا كده عن يوتيوب تكتب اللغة العربية. الناس. عبا يبنى اللي معاه دلوقتي في الدرداشة المباشرة. كلكم برضو رد علينا لو ايه? اه في الاسئلة دي. هل تتوقعوا انه منصة يوتيوب تخلو من انسان بيبحث عن كلمة تعلم اللغة الانجليزية? او تعلم بيبحث ناس بتبحث تعلم اللغة العربية اكيد مليون في المية ناس بتبحث بالكلمة دي. نسبتهم قد ايه الناس دي? الناس اللي بتبحث بتعلم اللغة العربية وتعلم اللغة الانجليزية. جتيرة جدا. اعرف نسبتهم منين? من موقع اسمه جوجل ادوارد. جوجل ادوارد. تمام. جوجل ادوارد اللي هو بيجيب لك كلمات المفتاحية بس طبعا عشان احنا نتطرق ليه? الوقت هيعدم اننا ممكن فوق الساعة كمان. في فيديو طبعا على قناة. اه. بيتكلم على الموضوع ده. اه ايوة كلمة بمجرد ما تبحث بس على يوتيوب تكتب مواقع الكلمات المفتاحية هتلاقييني حاطط لك كل المواقع في فيديوهات موجودة على القناة. هل في بعض الكلمات بيبقى فيها بحثة اكتر من الكلمات الاخرى? يعني لو مسلا كتبت كيف اتعلم اللغة العربية? او كيف اتعلم قاعدة مسلا كانة واخوتها في اللغة العربية في النحن? هل ممكن يكون في بحثة اكتر في كلمة اكتر من الكلمة التانية? الافضل بقى مستر في الجزئية اللي احنا وقفين فيها اللي هي الكلمات المفتاحية الخاصة بالقناة في الاساس اللي هي اعدات القناة. اه. الافضل ان انا بحط العوام. يعني الكلمات العام ازاي? اه 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 انا هكتب ايه? انا في العادي جوة فيديوهاتي احط الكلمات المفتاحية لو حضرتك قلت عليها دلوقتي اللي هي ممكن تبقى طويلة شوية. وتخص الفيديو نفسه. لكن انا في العام هنا محتاج ان قناتي تظهر للناس اللي بتبحث عن ايه? اول حاجة طواعد اللغة العربية. ام. تعلم اللغة العربية. ام. كلمة اللغة العربية بس. اللغة العربية فقط. زيادة. ام. اتعلم عربية. ام. اتعلم عربية. ام. اتعلم اللغة العربية بسهولة. ام. برضو في ناس كتير ببتبحى بالكلمة دي. اه استاذ لغة عربية. استاذ لغة حلوة. برضو دي كلمة جميلة اه. استاذ لغة عربية. معلم لغة عربية. خلي بالك تلعب بالمراضفات عادي. اللي هو انا انا بعمل ايه? اه بعمل كده بص كده معلم. انا حاجة اكتبها عشان اه. طب برضو خلي برضو انت لو معلم هتغير ولو انت اكتب معلم انجلس هتكتبهم بالانجلس لو انت معلم فرنسي هتكتبهم باللغة الفرنسية. اه. امام? طيب في سؤال انا برضو يا بشوانس مصطفى يا فرد انا مدرس لغة انجليزية اكتب الحاجات دي عربي ولا اكتبهم الفرنسي ولا اكتبهم الاتنين. لأ سوان بقى لو انا محتوية لو انا محتوية لا هينزل في القناة. اه ام اه جمهوره جمهوره اجنبي. كل شغل في القناة هيكون اجنبي. ام. لكن انا عربي. والجمهور اللي بيتفرج علي عربي. ولكن انا بعلمهم لغة انجليزية. يبقى ان كتبتي كلها عربي. يعني انا بيعо لعبب اعلمين. انا دلوقتي بقدم محتوى يناس بتتكلم اللغة العربية. نفس. اه. اه. والجمهور ده والجمهور د ده. انا بستهدف كلماته اللي بيبحث بيها ما هو عادي جدا عربي ولكنه لما عاوز ياخد كورس آه انجليزي فممكن يروح يكتب كورس انجليزي تعلم اللغة الانجليزية مدرع المستمر مدرع البسيط مثلا الحاجة دي ايه ممكن يروح يكتب الكلام ده بس بالعربي ولكنه هو في الاخر انا انا بتوصل معاه بلغة ايه باللغة بلدي انا عربي ومصري فبتكلم معاه باللهجة او بالطريقة ديه ولكن العلم اللي انا بقدمه او المادة العلمية اللي انا بقدمها انجليزية فعادي جدا ان انا اكتب الكلام بالعربي في الحالة دي جمهوري المتعلم اللي بياخد المعلومة عربي فاكتب له بالعربي الكلمات المفتفحية طيب انا بأتم محتوى بالكامل للغة الانجليزية وقناتي اجنبية بالكامل يبقى كل شغلي في القناة من الاول الاخر انجليزي وبرضو كلمات اللي هنا وكلمات اللي هنا هتكون انجليزي لو انا بستهدف ايه مشاهد اجنبي لو مشاهد عربي يبقى لازم ان اكتب له ايه اكتب له بالعربي فانا باكتب بقى هنا اهو اه اه العربية وبعدغط انتر كل كلمة بفضل اكتب عشان برضو ما نعرفش عند الجزئية دي كتير كل كلمة هنا بقعد اكتب فيها واضغط انتر واضغط انتر لحد ما الجزئية دي تديني اشارة او علامة حمراء وتقول لك ايه خلاص انت اه عملت اللي انت عاوزه كله طيب ليه انا بكتب كلمات عامة هنا في الجزء ده بكل بساطة بخلي منافستي مع القنوات فقط اللي بتقدم نفس المحتوى ما يخليش فيديوهاتي تظهر للغير يعني بمعنى ايه انا ممكن اكون بقدم قناة بتعلم اللغة العربية وفيديوهاتي تظهر لقناة بتقدم طبخ او تظهر للناس اللي بتشاهد محتوى الطبخ هل بتوع محتوى الطبخ هيتفرجوا على تعلم اللغة العربية يبقى الفيديو بتاعك اخترح للناس غلط الفيديو بتاعك اخترح للناس غلط يبقى الجزئية اللي احنا وقفين فيها اهم شيء في محاضرة النهاردة اللي استهداف ان انا باستهدف جمهور محدد وبحدد لروبوتات جوجل وبحدد لروبوتات يوتيوب بشكل عام يا جماعة ما تودونيش مقترح لناس غريبة انا بقدم لغة عربية ما تروحش تودي الفيديو بتاعي في قناة رأس هناك هيتفرجوا على الرأس اهم طبعا من تعلم اللغة فهمت قصدي يبقى جوجل اداتني فرصة ويوتيوب اداتني فرصة ان انا اخترح واخترحت فعلا بقيت مقترح ولكن اخترحت للناس الغلط بالزبط وصلت لحد انا مش عايزه اصلا يتفرج على وهو مش هيجي هو مش هيجي لانه مهتم بمحتوى مختلف فانا بعمل اه طريق كده لنفسي من خلال الكلمات المفتاحية دي وبقول لروبوتات يوتيوب انا مش عاوزكم تبعدوني عن المشاهدين اللي بيدوروا على المحتوى ده وهاجي اعمل نقطة مهمة بقى في الكلمات المفتاحية بتاعت القناة هكتب فيها ايه اسم قناتي اه يعني احد الكلمات المفتاحية اسم القناة نفسه بالزبط كده ليه علشان علشان انا اتأكد مليون في المية واكد عن روبوتات ان اللي يبحث باسمي يلاقييني ويلاقي محتوية كامل كله تحت بعضه بافضل كل فيديوهاتي اه تظهر تحت بعضها كلها باسم قناتي فوق وممكن الناس لو ما عملش الحركة اللي احنا منتكلم فيها دي تلاقي اسم قناتها وتحت منها بيديوهات لقنوات اخرى مش عارف هي بتاعت ايه اصلا وده طبعا بعد قناة تشهر والناس تبقى عارفة قناتي وبيسمعوها اه على الفيسبوك بسمعوها اناس بتتكلم ده على القناة مش مستر احمد اه عملت النفسك براند وبتقول براند بايه بقى الناس تدور بالاسم ده فتخش تلاحية بتاعت بالزبط كده عملت النفسك براند وكمان بتقول براند ده بحاجة مهمة جدا ولي هي بحط اسم البراند بتاعي واسم قناتي في الكلمات المفتاحية الرئيسية بتاعت القناة بحيث ان انا قديها قوة برضو وقديها نسبة وصول اكبر بحيث ان انا اي حد رايح يعمل قناة جديدة زميل اه يعني مثلا زملائي انا في مجال التقنية ما بيروحوا يكتبوا اي حاجة تخص المواقع الالكترونية في الكلمات المفتاحية يظهر لهم اليوتيوب باختراح وادوات الاختراحات بتاعت الكلمات المفتاحية تظهر لهم اختراح انه اكتب كلمة الصباغ للمعلوميات يا عم انا مش عاوز اكتب كلمة وصلت للمنافس وصلت للمشاهد ووصلت الفئة كبيرة جدا من خلال ان انا استهدافت صحة في القناة الجزئية اللي احنا وقفين فيها يا جماعة دلوقتي اسمها الاستهداف باجيب كلمتها منين باعد افكر وبشوف نية الباحث انا لو ما كان الرجل اللي داخل القناة او بيتعلم مني ابحث على ايه في يوتيوب بقى 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 معلم لغة عربية استاذ لغة عربية عربي تعلم العربية كلمة العربية بس عربية بالانجليزي تعلم قواعد اللغة العربية كل ده تحطه في الكلمات المفتاحية الرئيسية بحيس انها تبقى اساسية طب نيجي بقى نعمل حاجة تانية كمان في الاعدادات عشان برضو يبقى احنا خلصنا الاعدادات عندك فيه حاجة اسمها الاعدادات المتقدمة وبيظهر لك فيها انه القناة دي هل هي مخصصة للاطفال ولا لا فطبعا بتقوله لا اه اه بتقوله اهي قناة دي مش مخصصة للاطفال في الاساس فانا شغل كله لناس بقى لغين يعني اه بتيجي بقى تحت كده خلاص بتعمل الاهلية والاستخدام للميزات فيه بقى الاهلية دي احنا مضطرين لحاجة معينة في الاهلية الفيديوهاب بتاعتك مش هينفع تحط فيها روابط في الاول خالص طب ليه لانه في حاجة حصلة اللي هي عبارة عن ايه بيعمل تحقق او سجل النشاط للقناة بتاعتك شغالة بتنشر باسبوعين شهر وبعد كده تبدأ تاخد الميزات المتقدمة اللي هو تحط روابط فيه الفيديوهاب بتاعتك عندك بقى فيه ميزات تانية اختيارية اللي هي اثبات الملكية ودي سهل لخالص بتعملها حط رقم تليفونك وخلصت يعني اذا ما ادخش ان انا ادخل من الميزات من الميزات العادية الى الميزات المتوسطة الا لما يكون عندي فيديوهات تتجاوز خمستاشر دقيقة وكل فيديو مش شرط خمستاشر دقيقة هو الفكرة كلها ان الفيديوهاب بتاعتك تم وجودها في القناة في خلال الشهر الاولين يكون عملت النشاط ايه هو سجل النشاط بتاعك كل يومين المهم في خلال الشهر بقيت تنزل وبتدير قناتك بما انك بتدير قناتك فالميزات المتقدمة هتفتح لك تمام يعني انا اقدر اوصل من كل مرحلة المرحلة يا بش مهندس عن طريق استفاء الشروط دي فعلا انت اه يا مستر انت مش تعمل حاجة خالص غير انك تتفاعل على القناة رد على التعليقات رد على التعليقات نزل فيديوهات كل يوم كل يومين هتلاقي بعد شهر الميزات المتقدمة تفتحت لك الميزات المتوسطة ديت هتروح بس تحط رقم تليفونك وخلاص طيب في سؤال بالنسبة ليه ان عملنا المحتوى غير مخصص للاطفال في مدرسة معنا مسي ياسمين بتقول هي لو انا بدرس للاطفال اه اه اعلم على الاختيار ده ولا ما اعلمش على الاختيار ده ولا ده لا لا مهم وخطير الجمهور لو اطفال فعلا والمحتوى كله يدل على انه محتوى للطفل يعني عبارة عن جرافيك ديزاين معمول مثلا او موشن جرافيك معمول للاطفال في المقام الاول او كرتون تعليمي او انا بحاول اغير من نغمة صوتي بانها تتناسب مع الطفل او اعمله حركات او كلام من ده فده محتوى للطفل ده محتوى للطفل ولازم اعلم على ان المحتوى ده للطفل لازم ليه لانه بيتعرض على الفيديو يا جماعة ان المحتوى ده مخصص للاطفال بيتعرف اه ايوة وبيتعرف على المنصة ان هو مخصص للاطفال فانا لو هقدم محتوى في المقام الاول للطفل وباين ان المحتوى للطفل يعني انا عامل شغل كتير قوي زيان عن لزوم مش هيحتاجه الكبير في حاجة يبقى الاطفال مخصص في جهة الطفل يعني بحكي كساس بزوط كأنه زوط طفل صغير بعمل حاجة ايوة ايوة بزا العادي يا بشماندس للابتدائي والاعدادي والكلام ده هالمهم ولا مش مهم الابتدائي والعادي واللغة اللغة بشكل عام ومدرسين اللغات ومدرسين المواد بشكل عام لو بيتكلموا بشكل طبيعي وعادي جدا وما فيش فيه افتعال ما فيش فيه اصوات غريبة تغيير في صوت الحنجرة ما فيش فيه حاجات ايموشا بتظهر كتير ما فيش فيه محتوى يباني ان هو الاطفال لا خلاص لا اريد تصنيف هذه القناة انها غير مخصصة للاطفال يعني انا طبيعي جدا ممكن حد زي مصطفى الصباغ يخش يتعلم مني انا مش بعمل محتوى مخصص للطفل لا انا محتوايا ظاهر كله كأنه لاي حد ممكن اي حد يتعلم منه اي مستوى ممكن ياخده عادي يعني انا ممكن اخش قناتك انت بتدي او بتقدم محتوى اللي ابتدائي واعدادي ممكن اخش قناتك استفاد منها انا كفالغ اه فانا حددت الاختيار دا وبعدين عملت اوكي وبعدين اعمل حفظ بقى اهو حفظ كده انا خلصت الاعدادات بتاعت القناة وخلصت كل حاجة خاصة بيا والحاجة المهمة فعلا انت عاملت فضل ايه بقى هنتكلم بقى على فضل لما جينا يا جماعة وقلنا تحميل فيديو من هنا اوه من هنا كده تحميل فيديو لما جينا يا جماعة وقلنا ان احنا هنبعط روابط هبعت لكم الروابط دلوقتي مستر دلوقتي الرابط بنبعثها في الدرداشة صح? اه في الدرداشة ماشي ولو تقدر في اليوتيوب اه يا ريت عندنا عندنا رابط بتاع عمل قناة هاتف الرابط اهو ده ايه لازم اه اه قناة الهاتف اه جميل ماشي اه انا دلوقتي مش عندي كمبيوتر اهو مش حابب اشتغل من على كمبيوتر انا بعتت دلوقتي في الدرداشة الرابط اللي هيخليك تعمل قناة يوتيوب من خلال الكمبيوتر من خلال الهاتف قصدي بالكامل من غير ما تلجأ لكمبيوتر خالص حلو جدا هتعملوا من البداية للنهاية في ملحوظة مهمة في شرح النهار ده انت ممكن تبدأ تعمل قناة كعلامة تجارية من الاول ممكن العلامة التجارية دي تعملها فيما بعد يعني ازاي انا شرحت قدامك دلوقتي ازاي تعمل قناة عادية ممكن القناة العادية اللي احنا عملناها دلوقتي دي مع بعض في الشرح تنهلها فيما بعد لو انت حابب لعلامة القناة التجارية او للعلامة التجارية كده بتخش على تبقى بتمسل القناة شركتك او مكانك اللي انت فتحته او اللي تبقى حاجة تجارية طب ايه الفرق بين العلامة التجارية قناة العلامة التجارية بالطبع الشخصية اه هقول لحضرتك انا دلوقتي لما انشأت قناة انشأت قناة عادية في بعض الميزات للعلامة التجارية عبارة عن ايه ممكن اقدر عين مدير من اول يوم انشأ فيها القناة على القناة دي ممكن اقدر انقل القناة دي من جيميل لجيميل اخر من جيميل من عادي اه اه من جيميل لجيميل اخر ممكن اعمل كده وممكن اعمل ميزات كتير جدا بس انا لما جيت انشأت معاكم القناة دلوقتي انشأتها عادية وانا قناتي اصلا الشغال فيها وكل قنوات الشغال فيها عادية لكن عندي امكانية ان انا لها بص لما دخلت على الادات هنا ايه اللي ظهر لي نقل القناة الى حساب علامة تجارية اقدران القناة في اي وقت ولكن انا مش محتاج كده لانه الميزات اللي معروضة منها انا حاليا مش محتاجها في حاجة مش محتاجة اغير جيميل القناة فدي بس ملحوظة للناس اللي هتشوف الفيديو اللي انا بعته دلوقتي بتاع الهاتف دي جزئية مهمة جدا في حاجة اسمها قناة علامة تجارية وقناعة دي زل اللي احنا انشأناها دي مفيش فرق ما بينهم في الربح مفيش فرق ما بينهم في اي شيء خالص حاجة بقى مهمة باش مهندس انا احنا اتكلمنا في حاجات كتير ولكن ما اتكلمناش في الادوات اللي ممكن انت كصنع محتوى تستخدمها عشان تعمل الشغل ده اول حاجة اه اول حاجة ان يكون عندك ميكروفون على الاقل مش هنقول احترافي يعني انا مش عاوز اقول لك ميكروفون احترافي ليه لانه الميكروفون احترافي غالي جدا وانت لسه بتجرب نفسك هتشوف انت هتدوس في المجال ولا لأ فالميكروفون ده هبعطه لحضراتكم برضو اهو في اه دردشة خليني ااخد كمان حتى الوصف بتاعه كلمة ميكروفون عشان نبقى فاكرينه اهو ده ميكروفون سعره رخيص جدا ومش غالي وفي نفس الوقت بيدي جودة احترافية اه رائعة جدا من ناحية الصوت من ناحية اه شكل نبرة الصوت ما بيغيرش فيها زي اللي انتوا سمعينها دلوقتي بس ده نوع مختلف يعني اللي انا فيه دلوقتي حاليا نوع مختلف عن اللي هبعطه لكم بس احترافي وجميل انا بعطته كمان الميكروفون اهو ده رابط للشرا مباشر مش افليت ولا اي شيء هو رابط مباشر للشرا وخلاص تمام اه كان عندي اه كان عندي قبل ما قبل ما اه المونو ده اللي جايبه ده اركبه واندمت لما جبته لانه اللي قبل منه نكون احسن اللي انا بعطته لحضرتك في الشرح ده اه اه برنامج بقى لما نيجي نشوف بقى برنامج الو ب اس بقى احنا قلنا خلاص يكون عندنا ميكروفون ممكن يكون عندك ميكروفون بويا ممكن يكون عندك ميكروفون اه ممكن يكون عندك ميكروفون زي اللي انا بسجل به طب بويا تشتري ازاي بتكتب بويا ام وان في امازون بويا ام وان بويا ام وان اه نوع الميكروفونات الجايدة برضو. اه مايكروفون سلكي وبتركبه. لكن الميكروفون اللي قدامنا دلوقتي كوندنسر. اه. اللي هو ده. اه السلكي السلكي اللي هو بتعلقه هنا فين? بيبقى عبارة عن ماشبك كده. وبتعلقه هنا في او حاجة وتشتغل به اسمه بويا ام وان. طيب. في ميكروفون تاني اللي هو اللي احنا بعتناه اه في الدردشة وهو كوندنسر. يعني ايه كوندنسر? انت مش مضطر غزب عنك انك تعلق حاجة هنا. انت قاعد زي ما قاعد كده وبتتكلم والصوت بيطلع. بس. احنا بنقول لي يا مسي ياسمين بتقول لي امازون مقاطعة. احنا بس بنوضح يا شكل المنتج. يعني انت تدرج بيبقى من اي مكان يعني يقدر ننزل ان احنا نتفرج اي محل عادي جدا من محلات الكمبيوتر والاردويل. المهم انت سيبعرف النوع والايه? والامكانيات. مش ترسل تعملين شوب من المكاسم ده او تشتريه. اي اه فيه فيه موقع اسمه نون. نون او نون. اه. اه. اه موقع اسمه نون زي امازون كده ولو احنا اه خلاص مش شرط امازون يعني خلاص نون هنكتب اسم الميكروفون او خلاص وهنجيبه من هناك وخلاص. بالزبط. اه نون اه هو موقع اسمه نون اه. موقع نون زي امازون بالزبط ولكنه شركة مصرية. كمان. اه هي شركة مصرية شركة نون شركة مصرية وممكن تجيب منها الميكروفون ده وباقل من سعر امازون كمان. يلا عشان يبقى المقاطعة خملت بقى. اه. الروابط بقى الروابط بقى الخاصة بالبرنامج اللي انا بسجل بيه. انا دلوقتي اه المسأل بقول لك ايه الشطرة على مسأل المصريين يعني الشطرة تغزل برجل ايه برجل احمار اه. زي ما احنا بنقول كده. فانا بعمل ايه انا بالنسبة لك لما بيجي اصور المحتوى بتاعي بعمل ايه? مم. بدور على اقل طريقة تخليني ابز المجهود. واصرف فلوس. مم. واضيع وقت. مم. وبعمل ايه? بستخدم برنامج واحد اللي بيعمل لي الشغل ده كله. يعني انا دلوقتي اقعد مع حضراتكم دلوقتي. مم. واخد صوت بوصلة من او بي اس. تخيلوا ان انا بخلي او بي اس ده يعمل لي كل شيء. انا دلوقتي الصوت النقي. الصوت دلوقتي اللي تسمعين منه. مم. واخد الصوت ده برابط من الوب اس هو السوداء. مم. هو اللي معلز هو المنقي. هو اللي الشغل في الوب اس شغل اهو في الخلفية اهو. اه. ده البرنامج وعمل اه وعمل فلتر فيلتر اه وعمل فلتر كمان للسود اهو. ايه. الفلاتر دي كلها جاية منين من برنامج الاو بي اس. طيب اجيبه منين بقى الاو بي اس اهو. الرابط اهو. هنجيب برضو الرابط بتاع الاو بي اس من الدرداشة اهو. هنجيب برضو الرابط بتسأل على رابط البرنامج. اهو بالزبطة. اه ده للكمبيوتر بس يا وش مهند الصار? هو للأسف اه ما ينفعش تستخدمه غير من على الكمبيوتر. طيب من الموبايل ممكن تستخدم ايه? هقول لك من الموبايل ممكن تمنتج وممكن تشتغل على ايه من الموبايل? من الموبايل ممكن تستخدم برنامج اسمه كاب كات. كاب كات. اه كاب كات. برنامج اسمه كاب كات. ممكن تستخدمه من الموبايل. طيب طريقة العمل وطريقة انتاج الفيديو ازاي? ممكن المدرس يقدم محتوى يكون عامل ازاي? المدرس ممكن يقدم محتوى تصوير سطح المكتب فقط. وهو البرنامج اللي احنا بعتنا دلوقتي اللي بيعمله. برنامج اسمه او بي اس. طيب انا كمدرس محتاج ان انا صور سطح المكتب ومحتاج كمان ان انا اظهر اه في سكام. في سكام يعني اظهر في شاشة صغيرة كده على ال او بي اس في الامكانية ديت وشرحه كمان اهو. شرح كامل اهو. عشان برضو الناس الاكيد مليون في المية هتحتاج. يعني مصطفى الناردة بيقدم لنا يعني كنوز. يعني البرنامج هو الشرح بتاعه في نفس الوقت. بحيث تخرج تعمل اول الفيديو عندك على القناة. مباشرة. بدون ما تقف. المدرس بقى المدرس محتاج ايه المدرس محتاج ان هو يشرح مادة علمية سواء اه هيظهر اه في شاشة كاملة بمظهره العادي كتصويركم اه موبايل. اما يصور شاشة الكمبيوتر فقط من غير ظهور لانه هيتعب اوه في موضوع المونتاج وكلام من ده. اه. اما يصور شاشة الكمبيوتر مع فس كام يكون ظهر في الجنب كده ان هو برضو بصورته في دايرة مسلا في اي حاجة من الشاشة. والاتنين مع بعض وكل ده بيعملوا الاو بي اس. حتى الاو بي اس نفسه كمان بيصور الحاجة الاولى اللي احنا قلناها اللي هو الظهور كشخصية كاملة على الشاشة. مم. يبقى كده. ممكن جنب الحاجة اللي انا مش رحها على ساتنة. ايوة بالزبط كده ممكن تظهر زي كده هوري حضرتك برضو. اه لو انا شغال بس مباشر. اه طبعا الكاميرا مستخدمة عندي. فانا بصل بس اعمل ازاي? عاوز بس اغرب عشان اه هنا الجزء ده بيظهر في الكاميرا. ايوة ايوة ايوة. ده اللي بيعملوا الاو ب اس اللي بيعملوا. بس انا الكاميرا ليه مش ظهرة? الكاميرا مش ظهرة لانه اه مستخدمة في برنامج تاني في زوم عندنا. مستخدمة على الزوم اكيد. اه مستخدمة على الزوم فهو ده اللي عامل الموضوع ده. حاجة بقى عاوز اتكلم فيها مهمة تخص برضو اه القناة ممكن اصور من خلال ان انا اجيب شوية صور. شوف بقى البساطة والسهولة وان انت ممكن قناتك توصل. اجيب شوية صور تخص الحاجة اللي هتكلم فيها وكون مسجل الصوت على الموبايل او على اي شيء خارجي واجمع الاتنين في برنامج مونتاج. ايه هو البرنامج المونتاج بقى على الكمبيوتر? بكل بساطة برضو هروح على بحس جوجل كده واكتب اللي هو البرنامج الصورة بتاعته اهي. ده برنامج اتخاص بالااااا بالكمبيوتر برضو. هو لو نسخة ونسخة للموبايل. اه. اه. اه تمام. طيب ده برضو. نسخة للموبايل ونسخة لكمبيوتر هو البرنامج اللي قدامنا ده. اه. ندور على الميزة. اه الميزة في ايه بقى البرنامج? البرنامج مميز جدا في ان هو اه منه اه نسخة للهاتف ونسخة لكمبيوتر ومجان بالكامل وبشتغل بالزكاء الاصطناعة. يعني ازاي? فيديو زي ده هوريه لحضرتك برضو فيديو في القناة عندنا اه في قناة الصباح للمعلوميات. اه. نشوفه بس مع بعض ونشوف اتعمل ازاي? معمول بالكاب عبارة عن فيديوهات انا جمعتها. وحطتها مع بعض. وحطت عليهم بس الصوت فقط لغير وعمل للكتابة. يعني البودكاست ده. ده 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 خلنا عليه اهو بودكاست اهو. اه نتحط بس الاعلان. ده ده كده. تمام. عبارة عن فيديوهات. متجمعة كلها عن طريقة برنامج ده تمام. كل اللي انا كل اللي انا عملته خليت البرنامج ينشئ للكتابة هو البرنامج نفسه بالزكاء الاصطناعي. يطلع الكتابة من صوتي. والفعل طلع الكتابة من صوتي. وكل اللي انا عملته جمعت له شوية فيديوهات جنب بعض. وتكلمته بس. وكنت متكلم مسجل الصوت حطيته على الصورة كده خلاص انتاجت فيديو. المدرس ممكن يعمل كده. ممكن تعمل كده وقناتك توصل لمليون مشترك بكده. تمام. ممكن تعمل. اه تعمل بس المهم ايه? مع شوية فيديوهات اجيبها وحطوها. تمام? اه. جات من ين بقى الفيديوهات دي بقى لانه مهم. مهم جات منين الفيديوهات دي. مهم. الفيديوهات دي وبكل بساطة عندنا برضو في القناة. في فيديو بيقول لك مصادر فيديوهات مجانية. من غير حقوق طبعه النشر. تمام. مصادر الفيديوهات المجانية اللي هي من غير من غير حقوق طبعه النشر انا بقى يكون عندي مهارة البحس اعمل ايه كمدرس? اخش على يوتيوب اكتب كلمة ايه? آآ فيديوهات بدون وطبعه النشر. ايوة. وممكن الناس يا بشماندس تدخل كده على قناة حضرتك. اه. عايز بقى يدخل بشماندس المصطفى والصباق احنا بعطنا اللينك بتاع رابط الطريق. تمام? والصفحة بتاعة بشماندس المصطفى على آآ الفيسبوك ايضا. تمام? بعطناهم دلوقتي في رابط على الشات. بحيس ان انت لو آآ عايز بقى ان انت تبدأ رحلتك. اه. بسماعة المحتوى هتلاقي كل الكلام اللي البشماندس بيقولوا ده مشروح فيديو. منها نقول عليه. ازاي اجيب فيديوهات? الفيديو قدامنا هو بص يا مستر هنا الفيديو قدامنا هو. اه شايفينه اه. تمامي. فيديوهات بدون اه فيديوهات بدون حقوق طبعه النشر مجرد ما تكتبها هتلاقي الفيديو هو تاني واحد. مم طبعا. كمان في فيديو. اه فيه كمان فيديو لصديقنا برضو كريزي نت جميل جدا. دي كلها مواقع عبارة عن ايه بقى? هو موقع على الانترنت. ولكنه ما تخش جواه بتبحس بكلمات بحسية مثلا بتقول ايه? بالانجليزي مثلا تعلم اللغة الانجليزية. بيجيب لك الفيديوهات كلها اللي تخص الحاجة دي. فتحملهم عندك مجانا وتجمعهم وتبدأ تقدر المادة العلمية اللي هتقولها. بصوت. تحط الصوت على الفيديو ببرنامج كاب كوت يبقى انت كده انتجت فيديو. ولكن بقى الحاجة المهمة بقى اللي احنا بنكلم فيها الموضوع فيه تفاصيل اه انت هتتعلمها. ولكن فيه نقطة مهمة برضو ممكن الناس تفتكر الحتة دي. مم. لو انا بقدم حاجة مش مميزة ومش قيمة وبقلت قنوات. مم. فيديوهاتي طول الوقت انا اللي هشوفها بس. يعني اه يعني خلينا نكون صدقين. خلينا نكون صدقين. خلينا نكون صدقين ليه? لو انا دخلت على قناة اه مستر احمد. لقيت فيديو مميز اوي. وانا اصلا مدرس انجليزي. اه مستر ايه العظمة ايه الحناوة اللي انت عملتها دي. وروح واخد الفيديو ومشيره مع اصدقائي ومشيره مع الناس كتير. وقول لهم ده صاحبي. اه يعني نسمي ده عامر نهيار القناة. لو القناة بتاعك بتانهار اعرف ان انت بتعمل الحاجات بتقدم محتوى مكرر. اه التقليد والتكرار. تمام? اه. اه. فانا فانا من كتر حبي وان انا مبهرت بالفيديو. اه. المستر احمد اه. عمله. اه. عمله. انا فرحت جدا لدرجة ان انا شيرته كمان مع اصدقائي ومش بس شيرته. ده هما مبهروا وقعدوا فيه فترة كبيرة في الفيديو مدة الاحتفاظ زادت عن عشرين في المية. اه. ايه اللي حصل? تروح مكافأك يوتيوب بقى. تقول لك يا باشا انت طلعت راجل مية مية وعملت لنا فيديو احترافي مميز محدش غيرك طلع المعلومة دي. وقدمتها بطريقة كويسة جدا. وكمان الفيديو احترافي ومميز ومحبوب من الناس واحنا هنعمل معاك حاجة كويسة اوي. هنزود اقتراح ووصول الفيديو في المنصة. المنصة بيخشها بيخشها في اليوم مليارات مليارات. مش ملايين. لا. مليارات من الناس اللي دخلها المنصة تتعلم وتبحث بكلمات مفتاحية. انت عملت عنها الفيديو ده. فاذا كل الشغل التقني اه كل اللي معنا يا جماعة دلوقتي احنا معنا اربعة اربعة واربعين تقريبا صح? اه اربعة واربعين اخ واخت. كل الناس يا جماعة الشغل اللي احنا احنا دلوقتي تقنيا. ممكن حد يعمله لك. كلام سليم لحد الوقتي. ممكن ما تعملوش. ممكن ما تعملوش لنفسك اصلا. ممكن حد يعمله لك. ولكن. المادة العلمية اللي هيتم تقدمها في قناتك. لازم ان تكون زخيمة. مميزة. عن القنوات الاخرى في المعلومة. فيها افادة. ده اللي هيخلي عندك الناس تشوف الفيديو الفترة اكبر وان قناتك هتنجح. مصطفى صباغ انت بصعب علينا الامور ليه? هو انا عمل حج انا هجيب ايه من بره عشان اقدمه للناس. انا هقول لحضرتك بكل بساطة. عندي في قناتك الصباغ للمعلوميات. القناة دي بتقدم محتوى في المواقع الالكترونية. في مليون قناة عربية بتقدم محتوى في المواقع الالكترونية. مم. اشمعنا القناة دي بتتشاف? مم. ما فيه تانين? لانه بكل بساطة انا رحت اقدمت كل انا رحت اقدمت نفس الشيء ولكن الاول اقدمته بطريقتي. ماشي? والحاجة التانية طلعت من كل حاجة سر. طلعت من كل حاجة طلعت من كل حاجة سر وشيء جديد الباقيين معرفوش. اه يعني اقدمت حاجة بطريقتي بطريقة انا بدون تقليد بدون تكرار. ثانيا اضفت شيء الاخرين او القناوات المنافسة ما اه ما اهو ما يعرفوش. اه ما اهو ما يعرفوش لدرجة مين? لدرجة ان ما شاء الله طبعا التوفيق من عند ربنا ان اصحاب القناوات نفسها اصدقاء ليه وبينبهروا بالفيديوهات الجديدة لان هم ما قدموش الحاجة دي ومش نويين يقدموها بسبب واحد بس لما بيخشوا القناة صباق ويقولك شرحها انت. ده شرحها يا عم وانا هقدم عليه بقى تاني. ايه. ثم هو هو شرح الفكرة عبارة عن ايه? التميز. التميز في ان انا هقدم المعلومة نفسها ولكن ممكن اخلي الزائر وهو قاعد كده اه. انا متعلمتهاش بالطريقة دي. حدش علمها لنا كده. ايه. اه كلمة او جرامر او حاجة معينة. عمرك ما تتخيل كمدرس ان مدرس تاني صاحبك يعرفها فقلتها. فانت بقيت حصري فيها. صحيح. طيب. اه. طيب. اه. عايزين طيب نفتح انا شاف ان في اسئلة كتير وفي اسئلة انا الحقيقة اكتبها. احنا كده احنا كده خلصنا الحمد لله بس الاسئلة بقى انا اجاوب على ما فيش مشكلة. نفتح فصرة الاسئلة طيب. ما فيش مشكلة انا معاكم في اي حالي. ربنا يبارك فيك يا برس مهندس. طيب نبدأ كده اه اللي عن سؤال الجماعة يكتب السؤال واتنا هنسأله الباشمانس المصطفى. اه السؤال الاول. اه. انا عافل الشير معالش اه. اتفضل بتقدر تقفل الشير دلوقتي يا باشمانس. اه ينفع التصوير بالموبايل ولا كاميرا اللاب? اي هما افضل? اه التصوير بالموبايل هيكون افضل في الجودة. ولكن ممكن استخدم كاميرا اللاب في حاجة. هشغل برنامج الاو بي اس. وهصور ديسك توب بتاع اللاب. ديسك توب. سطح المكتب بتاع اللاب. وكاميرا اللاب الويب كام هتستخدم في ان انا اظهر في سكام. الاو بي اس في ميزة بيظهر لك الكاميرا بتاعتك الويب كام بي جنب كده على الديسك توب وانت بتشرح وده هتبقى ممتازة جدا. فانا ممكن اعمل ايه? عندي اما اختار ان اصور بالموبايل كتصوير كامل اللي انا هزهر كامل كفيديو. ويا اما استخدم بتاعت اللاب توب لو انا هشتغل في اس كام. في اس كام ازاي? ان انا هزهر في جنب من الشاشة. وده شغال والاستخدام. وبرضو الكاميرا العادية شغالها ولها استخدام. ما فيش مشكلة. بيبقى هو بيشرح وصورته طالعا جنب. طبعا انت استخدام. اه. اه باستخدام كاميرا. دي دي بيسموها في اس كام. وعاوز اتكلم على الحاجة المهمة برضو مستر عن عن الموضوع ده. ما تكلفش نفسك اكتر من انطقتك وتشتري معدات كتيرة قوي لانه اصلا ممكن تنجح من غير ما تصور نفسك خالص. حلو جدا. عندي قناتي اه قناة الصباق للمعلوميات مثلا القناة دي فيها خمسة خمسة وتلاتين الف مشترك. مم. وما ظهرتش فيها غير في اخر سنة. ما ظهرتش فيها اصلا. مم. فهو المادة العلمية او الميزة اللي هي اللي هتنجحك مش ظهورة. تمام. طيب عندنا برضو سؤال اه هل ممكن توضيح لفكرة انك تعمل اكتر من القناة? هل الافضل يكون من نفس الاكاونت? ولا ممكن ظهور القنوات ومعدل الارتداد يأثر على بعض? هل في تداخل ما بين القنوات? يعني تلات اربعة بنفس حساب الجيميل بيأثر على بعض? ولا ملهمش من. اه يأثره طبعا لو لو انت عامل القنواتك كلها. من جيميل واحد ايه اللي بيتم? القناة الاولى لو خدت مخلفة قوية زي قفل الربح عنها فالربح يقف على باقي القنوات. فده غلط ان يكون انت انشأت القناة على نفس الجيميل لو انت بفكر في فكرة زي كده قنوات تياطية من جيميل جديد. مم. مختلف تماما ويكون مستقلة بذاتها غير القنوات غير القناتجة الاسسية. مم. تماما. وجود القناة وجود القناة نفسها مع اربع قنوات في نفس الجيميل واحدة منهم انضرت الباقي انضرت. اه بيحصل بقى ان القنوات بتندر نفسها بتأثر على الباقي. اه بيمنعك اه بيقول لك انت اه اه خالفت سياسات وارشادات. اه يوتيوب بما انك خالفت يبقى مش هينفع تحقق ربح على اي قناة على الجيميل نفسه. دي مشكلة فعلا يبقى كده احنا نعمل اه لو يعني جيميل مختلف بقناة مختلفة. الحل الحل يا مستر بشتري حساب بجميل. لوحده خالص. بشتريه ليه بشتريه لانه انا مقدرش انشئ حسابين باسمي وبياناتي. اكيد. اه بشتري حساب مع اه لوحده خالص منفصل وبعمل عليه قناة وبشتغل عليها بفعلها وتبقى مستقلة بذاتها. بس نصيحة واقول حاجة برضو انا بطول بس متزعلوش مني لان حاجات خطيرة. مم. الافضل ان انا اركز في قناة واحدة وانجح. فحيح. فعلا مستر محمد برضو انا بيقول ما هو ادسنس بيكتشف فعلا انك نفس الشخص وبالتالي لو اتقفل حساب فما فيش اي امل تاني. زي ما بشمانس مصطفى بيقول الافضل يا جماعة تركز في قناة واحدة فقط. ايوة ونجحها الاول وبعد اجهة شوف غيرها. نطلع كله ونجح بالقناة قبل ما نفكر. والتالتة والرابعة. تمام. بالزبط. جميل جدا. طيب في سؤال تاني بيقول انا عندي قناتين من جيميل واحد وللاسف مش عارف ادفل واحدة فيهم. ممكن تعرفني ازاي اغلق القناة اللي مش محتاجها. آآ آآ استاذ الغالي اللي بيسأل على الموضوع ده الموضوع سهل خلص بكل بساطة. انا دلوقتي بعد ما خلص المحاضرة هروح على يوتيوب وهكتب كيفية حزف القناة او كيفية آآ ايقاف القناة. بصوا جماعة ما تزعلوش مني. اللي ما عندوش مهارة البحث في المجال ده هيتعب قوي. مم. اللي ما عندوش مهارة البحث مهارة البحث ازاي? انا عندي منصة تعليمية اصلا بالكامل اللي هي يوتيوب. انا اصلا انا كمصطفى الصباح وغيره وغيره والناس اللي بتقدم محتوى اتعلموا منها فيها. مم. يعني انا اعملوا على قناتي ابحث عليه على الهيتيوب. اشوف يتلمس ازاي? وانفزه. ده جميع. مستر بالزبط اصلا هي مصدر العلم كله في المجال ده هو لانه اصلا العلم ده لسه مستحدث في التعليم. يعني مسلا الزكاء الاصطناعي. آآ الحاجات التكنولوجية الجديدة اللي هي تخص مسلا. لسه مستحدثة في التعليم. لدرجة لدرجة المدرسين ما عندهمش مهارة قد اللي يشتغلوا فيها. اكيد. تحسين محركات البحث والحاجات ده كلها لسه جديدة في التعليم بشكل عام. فانا بقول ايه? مصدرك الاساسي ان ك تاخد معلومة وفعلا تنفذ وتطبق فيديو على يوتيوب تطبق وراه. تمشي على الفيديو وتطبق وراه. اه بالزبط لو كح تكوح وراه انا بعمل كده. ايوة. لان هو بيقدم لك المختصر. اه. في سؤال تاني بيقول لو انا عايز آآ ارفق سانية واحدة كده كان في سؤال ارفق ملف مع الفيديو. او رابط امتحان تفعولي. يعني رابط خارجي ارفقه مع الفيديو اللي انا بعمله بيتم كده. آآ بيتم انه انه كل فيديو بيكون ليه وصف. الوصف بتاع الفيديو بيكون تحت الفيديو مباشرة ليك انك تحط روابط زي ما انت عاوز بس يفضل. وبرضو في جزئية قطيرة. ام. اننا لما حط رابط في تحت اي فيديو او في الوصف بتاع الفيديو وانا بنشق الفيديو. يكون رابط لشيء آآ حقيقي مش وهمي. مش رابط وهمي دي نقطة. ام. ومش رابط احتيالي. يعني ممكن يودي الزائر على موقع يضره. يعني. حاجات مضر او. آآ. بمجرد ما يكتشف القناة مش هتاخد عقوبة. لا القناة هتتقفل. قفل تماما. آآ. آآ. روابط بتود المواقع انت مش ضمنها. ما تحطش رابط لموقع اخر. انت مش ضمنه. يا اما في حال تاني. انك تختصر الرابط ده على بتلي. آآ. على موقع بتلي. آآ. اللي هو موقع اختصار الرابط. آآ. الروابط آآ. لازم لو انت مش متطمن للمواقع اللي الناس هتروح لها. وخلاص مش موقعك ومش متطمن منهم ومش عارف في المستقبل. الموقع ده يبقى مضر ولا لأ. يبقى تختصر الروابط على بتلي ما تحطش روابط مباشر للشيء اللي انت عاوزه. آآ. لو انت حابب بتحط روابط بيحطها في الوصف بس. آآ. والافضر للروابط تكون موفوط منها طبعا. ده الافضر. ايوة بالزبط كده. طيب. آآ بسمي جنيدي بتقول هل طول الفيديو بيفرق في المشاهدة? الكل دلوقتي بيفضل الريلز الاقل من دقيقة. هنتكلم عن الجزئية دي اللي عني الحاجة دي مهمة جدا. القنوات حضرتك قناتك هتبقى تعلمية. هل من المتوقع ومن السهل عليك آآ انك تقدر تدي له المادة العلمية او المعلومة العلمية كاملة في دقيقة انا على المتوقع صعب. انا كده بغيش نفسي اه بغيش نفسي وبغيش المشاهد. ايه الريلزل مين? اه ما ينفعش يا الله خاصة هلف الدينة كلها يعني في دقيقة واحدة لا. اه الفيديو التعليمي لحد النهاردة جماعة بيتسمع وبيتشاف. وعن تجربة والله العظيم. وحتى وصوله في المنصة. المنصة نفسها كمان بتدي له وصول. الفيديو التعليمي من دقيقة لتلاتين دقيقة بيتشاف. حتى الساعة والله. حتى الفيديو الساعة لو اقوم مفيد. وبيدي معلومة قيمة وفي فيه قيمة مضافة. بيتشاف. يعني ايه? من الاول للاخر. بالزبط كده. وانا عن نفس تجربة انا لقيت انه فيه نسبة احتفاظ بجمهور وصلت لخمسة وعشرين في المية في فيديو ساعة عندي. ماشاء الله. مم. يعني الفيديو ده اه لو دخلوا اه الف زائر. مم. في منهم اه متين وخمسين واحد شافوا الفيديو من اول والاخره. من اول والاخره. يعني نسبة خمسة وعشرين في المية من الالف يعني متين وخمسين. كل ده بسبب ايه? ان الفيديو بيقدم محتوى مفيد وارزائر محتاجه. فبالتاني هو قعد عليه. مم. الله ينور عليك يا مستر بالزبط كده. فانا بقول. انا مش هعمل محتوى قصير علشان الدنيا كلها بتدور عليه وبتشوفه. لأ. انا اصلا قناتي تعليمية. مم. فالقناة تعليمية ما اقدرش اوصل كل المعلومة او المعلومة كاملة غير لما هعمل الفيديو من دقيقة لعشر دقايق. اه. وكمان في حاجة انا بعمل من دقيقة لتمن دقايق وعشر دقايق عشان الربح. مم. ما نزعلش لما نقول احنا بنربح من قناتنا ليه? مم. انت انت وقتك بفلوس. اه شغلك بفلوس. المهارة اللي انت تعلمتها في سنين فاتت وبتقدمها مجانا بفلوس. فانا ليه بعمل عشر دقايق عشان الفيديو يكون في اعلانات كتير. ايه اربح منه. لو عملت فيديو اقلي من ثمان دقايق. حط في اعلان واحد. في اعلان واحد مش هيبقى مربح من نسبة لي. صحيح. صحيح. فعلا. لان برضو الهدف ان احنا بتقدم الخدمة في نفس الوقت بندور على ان احنا نربح من القناة. طيب. اه. اه. في سؤال اه بيقول حل مفروض نعمل فيديو مرة واحدة ولا ننزل كل اسبوع فيديو. يعني ايه كزا فيديو مرة واحدة? يعني ننشقهم مرة واحدة وننزلهم هقول لحضرتك الافضل بالنسبة للفيديوهات عاملة ازاي? انا بقدر وقتي اه المتاح. يعني انا مسلا عندي بشتغل من الساعة ستة صباحا لستة مساء. مم. وكل يوم هرتاح ومش هلح اعمل فيديو. طب يا سيدي انت قتمك فيديو في الاسبوع. بس قناتك مش هتتفعل بسرعة. ليه? مش هتلحق تحقق الشروع بسرعة. اه لانك طيب انا محتاج اه محتاج ان قناتي تتفعل بسرعة. اعمل ايه? مم. هضحي بوقت راحتي اللي هو انا باجي من شغل الساعة ستة. مم. وهعمل كل يوم في الاربع ساعات او في الثلاث ساعات البقايين دول آآ قبل النوم طبعا ما هما ثلاث ساعات. انت اقول اربع ساعات او ثلاث ساعات. مم. اشتغل فيهم انتاج محتوى لمدة شهر. كل يوم فيديو بقى انا عملتلي في الشهر تلاتين فيديو. قناتي مش هيعد عليها شهر ونص او شهرين ويكون اتفعلت. وممكن كمان بالحظ فيديو منهم من غير ما تتوقع يضرب ويجيب لك العدد الساعات ويجيب لك المشتركين. طبعا. فعلت اه فعلت الربح. فعلت الربح في لحظة في يوم. طيب. آآ هنستابل اخر سؤال طبعا آآ علشان بس ديق الوقت آآ ويعني مجموعة الاسئلة برضو كتير في برضو في على الفيسبوك. فآآ هنستابل بس سؤال او اتنين. آآ دكتور ياسمين. بدكتور ياسمين بتقول ازاي يكون عندي مشاركين? وانا لسه مبتدئة. موضوع الالف مشترك. كلام جميل اوه هنتكلم عن الف مشترك بما انه اخر حاجة هنتكلم فيها. بصوا جماعة. ايا كان قناتك هتجيب مشتركين تبليه. بكل بساطة انت مش بتوصل للوطن العربي بس. ده انت قناتك وصلة على العالم كله. فيه متابعين اجانب عندي. قناة عربية. قناة اه كان اسمها سبغل للمعلوميات. قناة عربية. متابعين اجانب. وبيعلقوا بالاجنبي. وبيكلموني في الشات بالاجنبي. اجانب. مم. من الصين. موجدين. مم. ومشتركين. آآ من الوطن العربي. كله. موجدين. مم. انت في المنصة موجود. الكل بيشوفك. العدد اللي بيشوفك. اكبر بكتير جدا من اللي اشترك. الاحتمالية الاكبر لناس اللي تشترك دي موجودة يعني مسلا من كل الف ممكن عشرة يشتركوا. حلو. الفيديو بتاعك النهاردة الفيديو بتاعك النهاردة جاب الف مشترك. آآ الف مشاهدة. احتمالية مية في المية يجيب لك عشر مشتركين. يعني نقدر نقول ان كل فيديو يجيب كل الف مشاهدة على اي فيديو. نسبة تسعين في المية. عشر مشتركين. آآ يعني ده يعتبر عشرة في الالف صح? عشرة في الالف. يعني لازم مسلا اعمل عشر تلاف مشاهدة في البداية علشان يوصل لي. وتزيد امتى بقى? آآ وتزيد امتى? تزيد اضعاف مضعفة اذا صاحب القناة طلب من المشترك في الاول يشتركه في نصف الفيديو وفي اخر الفيديو. آآ يلازم اطلب المشترك نفسه. آآ. يطلب يطلب او يظهر كوروما كده صغيرة بالاشتراك او كلام من ده. او ممكن ما يطلبش خالص ويجبر المشترك يشترك غزبا عنه انه محتوى جيد. آآ. يعني حضرتك الناس هتشترك عندك لسبب واحد. آآ. لدرجة ان الشخص ده انا عايز ابقى معاه. انا عايز كل ما ينزل حاجة ابقى معاه. لانه فعلا مفيد. اجبرته ان يكون معاك. ايو اجبرته ان يكون معاك يعني حضرتك هيجيلك مشتركين كده كده من غير ما تطلبي حتى ومن غير اي شيء خالص. ومشتركينك هيزيده من خلال ايه? من خلال انك ممكن تشياري في منصات اخرى زي فيسبوك او غيرها. وممكن حاجة تانية تطلبي من الناس من خلال الفيديو اشتركه. ولو مش هتطلبي محتوى جيد مشتركينك هيزيده من المنصة نفسها. لان المنصة دي مش منصة عربية اصلا. المنصة دي بتطل على العالم كله. يعني انت دلوقتي آآ قدمتي محتوى هيتشاف عالميا احتمالية المشتركين انه يشتركوا كتيرا. اه طبعا. هيجوا هيجوا. طيب آآ يعني اعتقد ان احنا آآ النهاردة يعني حاولنا ان احنا ندي لحضراتكم الاساسيات آآ في انشاء القناة. ويعني آآ طبعا بنشكر آآ بشبانس مصطفى الصفاغ على المعلمات القيمة الجميلة جدا. اسلام يا مستر. يعني جزاك الله كل خير يا مستر. وان شاء الله يعني طبعا لبقية طبعا نشوفه في جزئيات اتشرحت محتاجة محتاجة شرح يعني في شرح محتاج شرح. آآ آآ في تفاصيل في تفاصيل كتير فعلا. ولكن احنا احنا اكدنا وقلنا حاجة برضو. قلنا يا مستر انه اللي احنا قدمناه هو عنوين. مم. لعنده شغوف ومهتم فعلا بالمجال وهيروح يعمل قناة نجحة وهينجح قناته بنفسه. هيروح يدور ويبحث بنفسه على باقي المعلومة. احنا قدمنا العنوين. اه. والباقي يعني عليك انت بقى. يعني لما قلنا هل القناة مربحة? اه مربحة. وحضراتكم شوفتم بنفسكم الربحة عاملة ازاي? طيب هل تعبي وجهدي ووقتي اللي انا هديه في القناة دي. هتجيب لي. هتجيب لك لو نجحتها. اه عامل نجاحة. عامل نجاحة انك تكون بتقدم شيء فعلا مفيد. وتجبر الزائر انه يتابعك وتزوج قاعدة جماهيرك من خلال تعلمك للمجال ده او صناعة المحتوى بشكل عام. انا مطلوب مني ان انا كن واو. في الاول وعندي معدات وتصوير لأ. انت ممكن ما تصورش نفسك اصلا. وتشتغل على انك تقدم المعلومة العلمية المفيدة اللي فيها قيمة مضافة تفيد الزائر. بس. ومن خلالها هتربح. طب انا داخل عشان الشهرة هتتشهر. داخل عشان الفلوس وعشان يبقى مصدر رزق اساسي ويبقى عندي استقلال مادة. هيبقى عندك استقلال مادة. داخل علشان اقدم علمي وانتفع بيه. برضو هتقدم الرسالة ديت وهتوصل للناس. كل الافكار واللي انت تخيلته في دماغك. هيتعمل وهتضرب مش عصفرين في حجر. هتضرب كل عصفرين في بعضها. يعني كلها كل الاهداف اللي انت تخيلتها هتجيب ها. من ناحية ايه? الربح. وصول المادة العلمية او الرسالة اللي انت الهدف في دماغك عاوز توصله. والشهرة. وكل شيء انت تخيلته ان انت يكون هدف بالنسبة لك هيكون موجود. بس بشرط واحد. ما تجيش تحكم على نفسك. وتقول القانون بتاعتي ما نجحتش وما جابتش فلوس والناس دي بتضحك علينا. غير لما تتعلم المجال ده. صحيح. يعني. يعني انا الوقتي اه يعني معالش بتضعلش في الكلمة مني فاقد الشيء. لا يعطي. ده اكيد. اه. حتى كمدرسين كده. يعني ما ينفرش ان انا اجي اقول ان انا اه هخلي الطالب بتاعي يجيب الدرجة النهائية في المتحان. وانا لم اقدم له المعلومة الصحفة المفيدة اللي هتخلي يجيب الدرجة النهائية. وبالتاني نفس الفكرة هنا برضو. فاكيد كلام حضرتك مظبوط يا باش مهندس. جزاك الله كل خير يا باش مهندس مصطفى وان شاء الله المحاضرة هتكون مسجلة. اللي حابب ان هو يتفرج على المحاضرة تاني بازن الله. هتكون مسجلة. هنبعت الرابط بتاعها برضو لحضراتكم. اقدرتوا تفرجوا عليها تاني مرة اخرى. وطبعا اه بعتنا لحضراتكم في اه الشات المباشر. اه اه قناة صبغل المعلوميات الخاصة بباش مهندس مصطفى اللي فيها كل الشرحات الخاصة باليوتيوب اللي احنا اتكلمنا عليها واللي فيها التفاصيل اللي اقدر برضو نمشي عليها علشان نوصل ان احنا نعمل قناة اه يوتيوب ناجحة. كمان مع عندكم صفحة الفيسبوك الخاصة بباش مهندس مصطفى اللي حابب يتابع برضو بشمهندس مصطفى على صفحة فيس بوك. آآ بشكركم جدا جدا جدا. وبشكر باشمانس مصطفى جدا. وان شاء الله. يعني اي برضو استفسار. احنا هيكون لنا لقاءات قادمة. آآ مع باشمانس مصطفى. جزاكم الله كل خير. ونشوفكم ان شاء الله في حلقة يوم آآ الاحد القادمة ان شاء الله. مع ضيف جديد. الله في الخير من رمضان. شكرا باشماندس. فرعاية الله بسلام. فرعاية الله. مع السلامة. مع السلام. مع السلام. مع السلام.